بإذن الله يا شباب معادنا مع اخر الدرس الموجود عندنا في الكتاب هو صحة الجهاز الدولة. في الدرس ده ان شاء الله يا شباب هنعرف مع بعض الامراض اللي موجودة عندنا في الكتاب وهي الاسباب المؤدية لحدوث الامراضي. في البداية هنا جاي بيكلم عندنا عن الشخص الرياضي والشخص الرياضي بيمارس الرياضة فبالتالي دايما بنسمع ان الرياضيين البوم بيكون قلب قوة قلب صحي. تمام? نادر لما يصب اي بالامراض. فبالتالي جاي بقول عندنا يمكن ان تزيد التمرين الرياضية حجم عضلة القلب وقوتها. يعني الرياضي حجم عضلة القلب بتاعته اكبر حجما اكثر قوة. تمام? اكثر كفاءة. طيب. قال السباح عندنا اكثر من سوتس الدم اللي بيدخوا القلب. تمام? في الشخص الغير الرياضي. يعني مثلا لو قلب الشخص العادي بيدخه في الدقيقة خمسة لتر. لأ هو هيبقى خمسة لتر. وتلت الكمية دي كمان دي تقريبا كم هنقود. تقريبا لتر كمان. تمام لتر وشوية. يعني ممكن هو يدخه في الدقيقة حوالي ستة لتر وكسر. يعني شخص العادي خمسة لتر في الدقيقة. الرا الشخص الرياضي او السباح عشان بيمارس رياضة بيستهلك مجهود كبير. فبالتالي القلب بتاعه يكون اكثر كوة واكثر كفاءة. فبالتالي هيبقى بيدخوا بقلب الدقيقة ستة لتر وي شوية. طيب. ويكون معدل ضربات القلب الرياضي اقلل ما معدل ضربات الشخص رغير الرياضي. تتاني لحد تالي. معدل ضربات اقلل ليه? لان عند القلب اللي مازال في الحجم الغرب بتاع تبقى اكثر بتساعا. فبالتالي لما ياخد الدم هياخد عند دم الكادرة اكبر. وبالتالي لما يعمل نبضة واحدة هيدخوا فيها كمية دم اكثر من الشخص العادي. فبالتالي بيبقى معدل ضرباته اقلل من الشخص العادي. طيب اه انها حكوك الموضوعية ان الرياضيين يحملون قلوبا اه قلوبهم عبءا بسبب مزولتهم من العاب الرياضي. يعني هو لما بيجي يمارس الرياضة بتاعته فبالتالي دي بيعمل اجهاد على القلب او من حجم الالفة بيضغط على القلب ايه بزيادة ايه. نعم هو صحي. لكن اه ما يمارسش الرياضة مسلا بشكل مستمر اه طوال اليوم ده. احنا عارفين ان اي الرياضة بيمارس ما ليه كل مارسون. هيجرى قد ايه نص ساعة ساعة وبعد كده يتوقف. خلاص هيريح فين وفين بقى لما يعمل مارسون تاني او سبق اخر. طيب. نيجي مع بعض الاول مرض عندنا يا شباب هنتكلم عنه وهو مرض تصلب الشرين. ايه مرض تصلب الشرين ده يا شباب. تعالوا نتفرج عليه. لو احنا لاحزنا في الصورة اللي قداما لنا هنا هنلاحز ان دوعاء دموي ربيح. طيب اللي تحت ده. الدوعاء دموي. بس في دهون متراصبة في قلب الجدار بتاع الوعي الدموي. فده بيؤدى عندي الى ان الاتساع اللي موجود فيه يبدأ يقل. يا ترى كده كمية الدم اللي بتمر عندي يا بنات. هلا تبقى نفس الكمية ولا اقل? اشوف رأيكم كده في الشات. كمية الدم التي ستمر. هكون عندي اكبر ام اقل? تمام برافو عليكم ممتازين كلكم. هنلاحز فعلا ان الكمية الدم عندي هكون اقل. طب تعالوا كده نشوف الفيديو السهر ده كده. بيوضح عندي الاوعيات دموية. وده تصلب الشرين اللي ان شايفين. اذا كمية الدهون المترصبة عندي في الجانبية الوعاء الدموي. فبالتالي اتساع الوعاء الدموي كان عندي كبير. هنا اصبح اقل. انا احنا بشبه البعض الطلبة ايه? بان انا عند طريق اربح حرط. وليكن طريق تمانين. بتاع الجهرة اللي وادعك. طيب. الطريق ده عندنا اربح حرط. لو فيه تلات حرط منهم بسبب حادث. هتلاقي كل السيارات عايزة تمر من الحارة الوحيدة اللي موجودة عندي. فبالتالي هلقي تكدس مروي ضخم في الجزء ده. وبالتالي كمية السيارات اللي هتمر من التكدس ده هتبقى عندي قليلة. هتلاقي تتعدي بالسيارة وتعتقدك تلاقي الدنيا فاضية. العربية قليلة ليه? لان كلهم محبوسين ورا. طيب تخيلوا عندي يا شباب ان الدم ده رايح لعضو مهم. وليكن زي ما احنا شفنا في الفيديو كده ده وعاء دمه بيغزي القلب. يعني اللي احنا شايفينه حاليا او الفيديو اللي احنا شفناه مع بعض. ده كان وعاء دمه بيغزي القلب نفسه. عضرات القلب نفسه احنا بنقول القلب بيدخ الدم. يعني هو بس بيدفع الدم ما بيستهلوش دم? لا بيستهل الدم عندنا. طب بيستهلوش دم ازاي? لان عندنا العضلات بتاعته بتحتاج كمية من الدم. فبالتالي فيه اوعية دموية بتغزي القلب نفسه. فبالتالي لو حصل انسداد في دمه ده او كمية الدم اللي راحت عند العضلات بكم اقل. بالتالي كفاءة القلب وقدرته على اه حدوث التنفس الخلو اللي احنا اخدناها قبل كده. ان هو ياخد الابسجين وياخد اه السكر اللي جاي في قلب الدم وينتج منه طاقة عشان يستهلونا في حارة الانكباض والانبساط المستمر اللي شغال عندي بدون توقف قلب القلب. وبالتالي هيبقى في صعوب عندي في نظر القلب وممكن لقدر اللي عندي يحصل حاجة اسمها نوبة قلبية. القلب يقف. يتوقف عن العمل. طيب. لو تخيلنا مسلا ان الوعي الدمه ده بيغزي منطقة مهمة زي الدماغ. الدماغ عندنا الدم بيروحته. فبالتالي لو الدم قلت وهو رايح للدماء في مناطق حسيزة كثيرة في قلب الدماغ. مناطق بتتحكم في الكلام. تحكم في السمت. تحكم في البصر. تحكم في الشم. تحكم في الحركة. تحكم في دقات القلب. في معادل التنفس. كل دي عندي مراكز عصرية موجودة. لو اي جزء منها الدم اللي واصل لها قل في الكمية. قل في الاكسجين. قل في السكر. انتج الطاقة هي قلب. وبالتالي الجزء نممكن يتوقف عن العمل. طيب الجزء ده لما يتوقف عن العمل. كان نفى صوت الكهرباء عن البيت. كل حاجة توقف. فبالتالي مخموق. لو حصل فصل لانداد الخلية دي بالغزة. بالسكر والاكسجين. نتيجة تصلب الشرايين اللي احنا شايفينه. ففي الحال دي ممكن لقدة الله يقدى عندي حاجة اسمها سكتة دماغية من دماغي يسكت. يتوقف عن العمل وتنتهي عندي بالوفاة. طيب تعالوا كده مع بعض يا شباب نشوف الكريم مع بعض. بول يحدث مرض تصلب الشرايين عندما تضيق الشرايين بسبب ترسب المواد الدهنية المسمى بالتكوينات الصفائحية. اه تبسط على تحس ان هي كده طب اصفق بعض صفيحة فوق صفيحة. على جدر الاوعية الدموية من الداخل. اذا الطبقة الداخلية الوعية الدموية. مش من خارج يعني. لو من خارج ما فيش مشكلة. تمام? انما لو موجودة عندي في قلب ايه? الوعية الدموية الداخل دي هي المشكلة. طيب مش هي المشكلة في كده كمان. وما الايه اللي ممكن يحصل عندي? ممكن الصفقة دي مع مرور الوقت يترسب عليها كالسيوم. طب هي الاول كانت ملساء. تمام? وفيها نسبة مرونة. دهون. قبل اغلبنا مسج دهون قبل كده في حاس انها مرنة شوي. لكن مع وجود الكالسيوم تتحول من الحالة المرنة بتاعتها الى حالة اكثر صلابة. بقى عندي الشريان نفسه. لان احنا كنا وغضين قبل كده في المقارنة. في الحصة اللي فاتت. عارفنا ان الشريان كانت مرنة. طبعا كده? لوجود المسيج الضام. او كانت بتنقبض لوجود النسيج العضلي. طب هنا دلوقتي ترسفها تكوينات. قدت عندي الى تحولها لصورة صلبة. وجود اينات الكالسيوم. فبالتالي اصبح عندي الشريان صلب. مهم انها سمينا الشريان بتاعنا تسلب الشرايين. طب ممكن يجي يقول لعلل. ليه سميه تسلب الشرايين بالاسم ده? فبنيجي نقول له. تترسب المواد الدهنية. اللي هي التكوينات الصباحية على جدر الاوعية دموية. وبالترسب عليها الكالسيوم. مما ادى الى تكونها في صورة صلبة. او تحولها الى صورة صلبة. فافقد الشرايين ليوناتها ومروناتها. يعني الشريان عندي اصبح غير مرن غير ليين. طبعا كده? ده بالنسبة عندنا للكزيالي. طيب. بيقول للاسباب بتاعاتنا اول سبب الوراثة. ايوة? يعني فيه ناس بتبقى عندها المرض ده وراسة. نجي بعيالة دي ولا اقدر العيالة دي عندها تسلب شوائين. فبنلاقي مسلا عند الاباء. اه يعني الابناء عندهم فرصة اه في احتمالية الممكن المرض ده يجي للابناء. طيب نجي للنقطة اللي بعد منها. قال لي مشكلات النتيجة. طبعا احنا شايفين ان كمية الدم اللي بتضخي عندي هكون اقل ما يمكن. فيبقى كل تنسيها بالدم خلال وعي الدموة. طيب ايه تانا من الاعراض اللي ممكن يحصل معي? قال لي الكاتونات الصفاحية هتعمل خشونة. طيب لما الوعي الدموة يبقى خشنة. قال لي ممكن كرات الدم الحمراء وهي بتمر على الجزء الخشن ده يا شباب تتكسر. ولو تكسرت كرات الدم الحمراء. دي بيحصل عندنا في مناطق الجروح. يعني لما يكون في جرح انا خدشت الجرح بتاعي او جلدي اتخدش. خاصة الجرح. كرات الدم الحمراء وهي تلعب تبقى نعمة جدا. ما بتستعملش اي صفحة خشن. مجرد ما تقابل تخشونها عن طول تقوم منفجرة. عمز زي البلونة. اي جسم ده بيلمسها عن طول تقوم منفجرة. فنفس الوضع كرات الدم الحمراء. يغشيتها رقiries قبل جدا. من مجرد ان تلمس اي صفحة خشنة. لو حدث عندنا بسبب تسلب. اي شفرجين. وتحولها الى حالة صلب. بسبب اي 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 تلكلسوم. ففي الحالة دي كرات الدم الحمراء تتكسر. طيب التكسر ده. الطبيعة عندي في الجسم ان هو يبدأ يكون مواد بروتينية لهدف منها ان هي معتقدة ان في جرح. المفروض ان انا عنده لما يكون فيه عادي. كرات الدم الحمراء قول ما تتهتك وتتقطع بالمنظر ده وتنفجر. تبدأ تكون عندي مادة بروتينية بيكون دايبة في الدم. تتحول عندي صورة سلبة وتعمل خيوط بروتينية او شبكة بروتينية تقبل الجرح. فبالتالي ممكن البروتنات دي تشتغل معي. وتبدأ تكون لجلطات بداخل قوعية دموية. وتبدأ بقى جلطة تتحرك. الجلطة دي ايه? عاملة زي حادث السيارة على حسب المكان اللي هتقف فيه. اي جزء ورا منه هيتشرب على طيب. يعني لو جلطة جات وقفت دموية مثلا بيغزي مطقة الكلام في المخ. خلاص يفقد القدرة على الكلام. اه بتاع عصب بصري. بتاع رؤية. وحاصل الجلطة في العصب البصري. او الوعية دمو اللي بيغزي بعصب البصري. يفقد الاحساس بالرؤية. تمام في السمع. نفس الوضع. اه في المخيخ. المخيخ بتاعتها وزن العضلات. اه يبقى في الحالة دي هيش قدرة على توازن العضلات. يبقى عندنا التكونات صفاحية بسبب الخشنة بتاعتها. ممكن من الصفح الخشن يعمل الجلطات والجلطات بتعملي المراضين اللي ممكن نقول عليهم لما تسيب للمجرب بتاع الدم على حسب. في المكان اللي هي سدته. فمن اخسر الاماكن اللي هو مركز عليها مكانين. تمام? اللي هو مين? اللي بالنسبة للقلب. اللي هو يقفل اي شريان خاص بتغذية القلب. تمام? فبنسميها نوة قلبية. او ممكن يقفل شريان رايح للدماغ. ففي الحالة دي نسميها سكة. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف عندنا ادى شكل الجلطة من الجلطة طيب. الجلطة اللي قدامنا دي دي موجودة في وريد. ده المنظر اللي قابلته يعني بيوضح الجلطة ابيوضح شكلها يعني ايه? افضل شوية. ادى شكل كرات الدم الحمراء. تمام? كرات الدم الحمراء ممكن نتيجة سبب ما تجمعت مع بعضها وتعمل عندي جلطة. تمام? ممكن ده السبب اللي قدامنا ده الشباب يكون بشبب الراحة. الناس اللي بتنام فترات طويلة. ممكن يحصل عندهم الجلطات في الاوريدة. تمام? احنا شوفنا الحالة اللي فاتت دي اسمها بتصلب الشرعيين. تمام? لكن السورة اللي قدامنا دي مش مرتبطة بمنك بس ايه? يعني بنربط المعلومة. فده عندنا في الاوريدة. الاوريدة اللي هي اللي بتاخد الدم ترجعه للقلب. فبعض الناس بيناموا فترات طويلة. او بعض الناس ربنا يا عافي الجميع بيكون طريح الفراش. مغمع عليه. في المستشفى في غايبوبة. تمام? مصاب كورونا ومحجوز في المستشفى. ماشي في العنام مركزة. فبالتالي ما هوش حاسس او مغمع دي يعني فترة طويلة. لو ما تحملوش مساج يوميا او حركة او تمارين السماعي لك طبيعي يومي. في الحالة دي حركة الدم في قلب الاوعية دموية هتقل فرصة تكون الجلطات هتبدأ تزيد وعلى حسب المكان. طيب تعالوا نشوف الجلطات ممكن تعمل ايه? قال الجلطات هتقفل وتسد بعاء دموية. طيب لما تقفلو هتمنع الاعضاء من حصول على الاكسجين والمغزيات. طيب قال لي مسلا عندنا ممكن تسبب نوبة قلبية هرتأت تاك. تمام بنسمع الكلمة دي احيانا. قادر عندنا ايه الجلطة جات في قلبه وعاء دموية قفلته. وده عن طريق ايه? في شريان مغزل عضلات القلب يعني بيمدي القلب نفسه بالاكسجين وبالسكر. فبالتالي عضلات القلب ما عادشش قادرة تنتج الطاقة. احنا اسمها الاجهاد العضلية. تمام? ان العضل ممكن يجي لها اجهاد عضلية نتيجة تراكم حمض اللابتيك. فاحنا عندنا عضلة القلب في الحالة دي مش وصل لها سكر. مش وصل لها اكسجين. طب نفترض ان عندها شوية سكر. هتبقى تعمل تنفس لهوائي عشان تنتج حمض اللابتيك. هيعمل لها اجهاد. تمام كده? طب لما ما فيه السكر كمان ولا فيه اكسجين. يبقى في الحالة دي العضلة مش هتشتغل. هتتوقف عن العمل. يبقى ده هاردأت او ايه? انه بقى البيه. ننتيجة انسداد الشريان التاجي. نسميه شريان? تاجي. وده المغزي دي عضلة الحالة. سكتة دماغية. ادوة دماغة. بيغزي الدماغ. وحصل فيه جلطة. الجلطة دي كانوا الشريان اللي رايح عندي ده. بيغزي كل المراطة العصبية اللي موجودة عندي هنا في قلب الدماغ. طيب لما جات الجلطة عندي اقوام الجاي واقفة في المكان ده. بالتالي منعت الدم انه يوصل لكل المناطة العصبية اللي موجودة عندي في الدماغ. وبالتالي الدماغ يجيلوا سكتة دماغية. ها اي مشاكل في الكلام دي يا شباب لحد الان? حد عندي يسألها الجزئية في المعضو ده? لا تمام. تمام. نجي بقى عندنا لانواع الكوليسترول. احنا عندنا الدهون اللي هي ترصبت في قلب الشرايين دي بيكون بسبب الكوليسترول. وبينلاها عندنا اختصارين و ماشا كده? ودول اختصارهم البروتيني الدهني من خفض الكسافة? فبنقول لو. هي. منخفض. تمام? طيب والاتش? هاي. البروتين الدهني متفع الكسافة. دول اتنين من البروتينات الدهنية يعني بروتين ودهون في نفس الوقت. طبعا كده عشان واحد بيقول لك اهاتصال بشرايين يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن دهون او المعنى العادي بتاعه ان هو دهن. مادة دهنية. لا هو بيكون مفتبط مع بروتينات. فبندلهم مختصرين دول. طيب. هل الاتنين دول بيسببوا مشاكل? قال واحد منهم بيسببوا مشكلة. منخفض الكسافة هو ده المصيبة. ده اللي بيزيد من ترسل بتكونات الصفاحية. بسبب ايه مرة اتصال بالشرايين. لكن مرتفع الكسافة لأ ده يقلل. يبقى احنا عندنا منخفض الكسافة. تمام? يزيد. اه اخذ بالل ان الاسم معكوس مع ايه? مع السبب بتاعه او المقاية التأثير بتاعه. منخفض الكسافة واحد يقول منخفض الكسافة اكيد ده بيقل يعني ده هده اللي بيزيد. لكن مرتفع الكسافة هو اللي بيقلل من تشكل التكونات الصفاحية. او اخطر ما بين الاتنين. ممكن اكبر تعمل ليه مقارن ما بين الاتنين لو حابت تجيب الاختبار في الجزئية دي. كارن بين الاتنين. تمام? ما بين الاتش دي ال و من حيث التسبب في المرض. او فرصة اصابة المرض اه ده يزيد ده يقلل يقلل الاتش دي الاس في الال دي ال يزيد انما يقلل. تمام? طيب ممكن تجيب الاسم بالعربي. وهي برضو كارن ما بين ان هو بيزيد او بيقضل. قال لي بالنسبة للدهون قال لي تزيد النسبة المرتفعة من ال 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 في الدم من خطور التصلب الشرقين. يعني كل ما النسبة بتاعت ال 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 تكون اعلى يبقى في رحلة دي تزيد الفرصة. طيب لو زاد عند ال ال يبقى الفرصة عند ال ال. يبقى عند العملية من ال اتنين عكسية. زاد ال 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 يقل ال ال. تمام كده? ال ده يزيد ده. وعلى حسب كل واحد كمية. وكل ما زاد كمية واحد منهم. هتسبب عندي زيادة الفرصة. يا كلة الفرصة عندي للاصابة. طيب. من يكرر لنا العبارة بنا? على جهاز التاوري. يمكن ان يساكب النظام الغدائي مختفى الكوليسترول ودوون المشتبع المشتبع مستوى الكوليسترول من النوع الطار. اي البلوتين الدهني من خفض الكهافة الى بيقل. ما يزيد خطر الاصابة بالامراض المشتبع. اي اما النتاع من خفض الدهود المشتبع يساعد للخطل. تمام. لو كننا اركزنا واخدنا بالن من حاجة حاجة اسمها الدهون المشبعة. ايه الدهون المشبعة دي يا شباب. الدهون المشبعة اللي هي الدهون السمن الصناعي. السمن الصناعي او سمن النباتي المهدرج. تمام؟ هو ده اللي احنا بنكلم عنه اللي دي اللي. احنا يناعم بيساو ولا في التلفزيون? ولكن احنا عندنا الدهون الصناعية? لا دي الصحية انما لو اكنا دهون البقر والاغنام دي اللي خطر عالصح? لا. تمام? البكر والاغنام دي هاته دهون طبيعيا مفيش منها اي مشكلة. انما الدهون المهدرجة او الزيوت اللي اتهد راجت زي زيت النخيل او النخلتين وروابي واي ان كان السامن اللي احنا نجيبه الصناعي ده. لأ نقلل منهم على قد ما مقتل. تمام? لان هما دول مصيبة كبيرة ودول اكتر الاسباب اللي تسبب عندي تصلوا الشرايين. طيب. نيجي مع بعض للنقطة التانية وهي ارتفاع الضغط. بالنسبة للضغط ده مارات خطير جدا. وتقريبا ممكن ما نلاقيش بيه الا ما نلاقي فيه شخص مصاب بضغط الدم. تمام? يعني اغلب الديد. المارة ده منتشر على مستوى العالم ونسبة الاسبابية كبيرة جدا. فاتعالوا نشوف مع بعض. ايه السم فيه? اللي احنا عارفنا مع بعض قبل كده تعريف الضغط. اه قوة ضغط الدم على الشرايين. اشوف ضغط الدم نفسه على الشرايين. اه فانا دلوقتي عندي مريض الضغط. عنده الضغط على الشرايين عالي. فبيقولي عندما تزداد كوة ضخ الدم خلال اوعية دمية والمقصود بها عندنا اللي هي الشرايين لان القلب بيضخ الدم في قلب الشريان. ده بيكون اقوى حتة. اقوى جزء واصل للدم. ده هو الشريان اللي خارج من قلب. بيبقى كوة حضلات القلب قوية. وبتضغط عند الدم الكوة. فتبقى اكثر مكان فيه اكثر ضغط. طيب. اللي بيكون ممكن يكون في ارتفاع مؤقت. ممكن يكون في ارتفاع مؤقت وطبيعي. تمام? ارتفاع مؤقت طبيعي ازاي? ما ما قلت لك يلا امك سلت الصحون. طب انا كل يوم اللي هعصل الصحون. مأختي قاعدة هي على موبايل طول اليوم. ليه هي ايه ما تغسلش? اه ده ممكن يكون ضغطة يترابعة فيه. بس الرافع ده هيكون مأقت. فترة من الوقت. هتقول لك يلا يا جازب اقومي. حاطر يا مان. ما تقوموا كده كله هيرفع ديك. ماشي. فده ارتفاع مؤقت. ده ارتفاع ايه? مؤقت يعني فترة زمنية قصيرة. لكن هيرجع الوضع الطبيعي بمجرد زوال ايه? المؤسر بتاعه. لكن اللي احنا بنتكلم عنه مريض الضغط. مريض الضغط عندي المرض مستمر معاه. ولازم يمشي على علاج. انه ممشاش على علاج. هيتسبب له مشاكل وموقع اللي قدر الله يؤدي له وفاة. طيب. تعالوا نشوف مع بعض. قليل ارتفاع المؤقت قد يكون بسبب التماريج الرياضية. واحد. ام يلعب على العجلة الرياضية. ام يتمشى شوية. ام يجري. ام يلعب كورة. ففي الحالة دي دربات قلبه هتزيد. معدل ضغط الدم هيزيد. قوة ضغط الدم على الشريين هتزيد. لكن بانتهاء ممارسة الرياضة. حتى القلب بتاعه يهدى. طيب ادى اول حاجة عندنا. الحمى. واحد سخن. تمام? سخن ده يعني معناها في مايكرو. في اجهاد. مثلا ممكن ان تكون معدل التنفس بتاع ضعيف. ففي الحالة دي دربات القلب هتزيد عشان تدعم الجسم وتديلك انه اكبر لاكسجين. الجسم محتاج طاقة اعلى. لان في الوقت ده مناعت الجسم بيكونش اغلب اكثر طاقة لها وقاعدة تصمى عندي حاجة اسمها تسمى ضدها. ففي الحالة دي برضو نفس الفكرة. ممكن يكون عندي زيادة في الحاجة في الاكسجين. زيادة الحاجة للطاقة. فبالتالي هيزيد معدل التنفس. الاجهاد. مجهد. مجهد بسبب ايه? والله كنت بساعد ماما في البيت وبنظف البيت عشان كل سنة وطاقة اصاز العيدة على الابواب وبتاع وعيزينا خلي بيتنا نضيفه عشان احتمال يجي لنا ضيوف. او حد يعبرنا ويجي يجب لنا العبية ولا كلام من ده. طبعا احلامه يعني. اه فالمهم يعني هتجي ببص تلاقي ممكن تكون المجهد في المجهود البيت. تمام? فبالتالي ممكن يحصل الاجهاد وبالتالي يكون في ارتفاع مؤكد. لكن في النهاية اي مؤثر من المؤثرة الثلاثة هيعود لنزبطه الطبيعية بزوال المؤثر. لكن نيجي بقى لارتفاع لمدة طويلة. ايه اللي ممكن يحصل عندي يا شباب? قال لا. طبعا احنا نتكلم في ارتفاع لمدة طويلة. يبقى احنا كده المرض مستمر معنا. القلبة هي وبحت. ليه? لان القلبة عندي ضربات بقوة. بم 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 بم. ارسى قوة عنده. عشان ندخل دم على الشرايين. ممكن يكون من السبب اللي احنا بنقول عليها دي يا شباب. تصلوا بالشرايين. يعني ايه? الدماغ بكمية قليلة. فالدماغ يبعت اشارات القلب. يقول لي ما لك يا قلب في ايه? الدم اللي جال من عندك قليل. زود ضرباتك شوية. ادفع للدم بقوة. فبالتالي القلب يحاول يعوض النقص اللي رايح للدماغ بانه يزود من قوة ضرباته عشان يدفع عندي الدم بقوة الى الدماغ او الى العضو. الاساسي اللي مطلوب قلبك دسمة او مطلوب له الدم. فبالتالي القلب عندي يجهد من كتر ايه? الضربات. فلازم دايه اغلب مرضى الضغط بياخد دواء للقلب. يعني بياخدوا حباء القلب وممكن بعضكم لو بسمع اسم كلمة تمام? ده دواء خاص بالقلب. بياخدوا مرض الضغط عشان يحافظ على القلب من الاجهات اللي بيحصلين. طيب يدمر الشرايين. تخيل بقى ان انت عندك او خرطوم مية وضغط الدم المية في جديد. بالتالي ممكن عندنا لايستحملش الضغط ده في قطة من القوات ممكن لقدر الله ينفجر. فبالتالي الشرايين نفسها من كوة ضربات القلب والضغط الزيادة وقوة ضخ الدم على الشرايين هتكون عنده عالية. وبالذات لما يكون في تسلب شرايين وقافي للطريق. فالقلب بيحاول انه يعدي الدم والكوة. فبيضغط على الشريان قوي. والشريان مقفوض من قدام. فبالتالي ممكن يدمر الشريان. نوبات قلبية. وشوفنا خلاص النوبة قلبية الهاردة التكن شوية. سكتة دماغية. وعرفنا برضو السكتة الدماغية اللي هو الدماغ يتوقف فيها. فبالتالي دي يقول لدي امراض تنتج عن ضغط الدم. طبعا منهم الاتنين دود قاتلة. يعني لو حصل اي واحد من الاتنين دود لازمات لحقش بزرعة فالحال دي ممكن يكون فيها وفاقة. طيب ايه الاسباب بتاع ضغط الدم? قال لتصلب الشرايين. نحن لسا ايين من شلان لو ده. آه على حسب العضو ممكن الدماغ يبعت اشارة للقلب يا قلب يزود ضرباتك عشان خاطر يضخ الدم للعضو ده لان جاي لرسائل ان كمية الابسجين اللي في قليلة كمية السكر اللي في قليلة فمحتاج قدر اكبر تزود الضربات عشان يعطيه. تمام? طيب اه ده تصلب الشرايين. الوراثة بعض الناس بيكون مرضي الضغط. تمام? وتكتشف ان والده او والدته كان مرضي الضغط. وجده او جلدته كان برضو مرضي الضغط. اه يعني العيلة دي حدها ضغط وراسة. اه تمام? طيب في عندنا اعراض ضغط الدم? يعني ما بقاش لها عراض في البداية اه ما يجيش واحد كده يقول لك لا انا كده شكل جاي للضغط. لأ. مش بمزارك. لازم بتعمل حاجة اسمها جدول. يعني لو رحت لأي طبيب ويشاكك في ان الضغط عندك في مشكلة. بيقس لك الضغط. لأ الضغط مرتفع. لأ خلاص. تجيب ورقة في البيت او يقطع لك ورقة من عنده وانك يكتب لك اليوم الفلاني الساعة الفلانية الضغط بتاعك كان كسب. ولك كل ما تقس الضغط سجل في بالورقة دي. طيب او كل ما تحس ان انت تعبان في قيس الضغط وسجل. فبالتالي قال ايه اعمال لي جدولي. ده ايام مختلفة. بساعات او توقيتات مختلفة. اللاحز دايما ان ده المعدل الضغط بتاعه اعلى من الطبيعة. المعدل الطبيعة زي ما احنا عرفنا في الحصة الفات اتنية عشرين على تمانين. فلاقي دايما ان الضغط عنده ازل من مئة عشرين على تمانين. ففي الحالة دي اكتشف ان الشخص ده في احتلالية جديرة انه هو مريض الضغط وبناء عليه مقنط ومنط حليل اه معينة. وبالتالي الطبيب يبقى يشوف ايه العلاج الملائم بالحالة بتاعته ويحدد جرعة في العلاج معه. نيجي مع بعض بالنسبة ليه المرض التاني وهو الانيميا. الانيميا في عندنا اكتر من انيميا. في حاجة اسمها انيميا فقر الدم. تمام? وده غالبا بتصبي البنات. وعرفنا السبب بتاعه لان البنات في الغالب بيجي لها شهريا. حاجة اسمها الدورة الشعرية. بتفقد كمية بالدم بتختلف المدة بتاعتها من واحدة الواحدة. في واحدة مبتعة ثلاثة ايام. واحدة مبتعة خمسة. واحدة سبعة واحدة خمسة يوم. ففي اختلافات. وفي بيختلفوا برضو في كمية الدم اللي بتخرج. في ناس بتخرج بكمية جبيرة. في ناس بتخرج بكميات قليلة. كل ده عندي اختلافات. لكن البنت مثلا او حتى المتزوجة اللي بيحدث عن ده العملية ديكي. بلايه ممكن في بعضهم بيكون عندهم كمية دم اللي بيرة. بتفقد شهريا. ففي الحالة دي يعني ممكن توصل لبعض راحلين ان بعضها ناس بتوصفها كأنه نزيف. تمام? ففي الحالة دي يبقى بتفقد دم كمية جبيرة. يبقى في الحال دي عندها فقط دم. تمام? طيب هل ده بس السبب? لا ممكن يكون سبب تاني الجرح. واحد الجرح. فيكون ده سبب. ممكن واحد ما بتغزاش كويس. فما بحصلش على الحديد. طيب الحديد مال وملك جسم. ما وحنا عندنا في دمينا حاجة اسمه هيمو جلوبين. هيم جلوبين. جلوبين ده بروتين. والهيم ده اختصار للحديد. تمام? طيب الحديد بيرتبط مع الجلوبين ويكون المركب الاساسي للدم بتاعنا ده هو هيمو جلوبين. وممكن بعضوكم عمل تحييل دمها بتاعكام. اه من الهيمو جلوبين يارف عنده انيميا ولا ده. اه. طيب انا لو اكلت حديد يعني اجيب مصمار يعني لا. ناكل اكلات فيها حديد. ناخد حبوب فيها حديد. تمام? وبناخدها على توصيلة تضيئة. يعني مش بمزاجل كده. انا حاسة ان انا عند انيميا انت ماما عن بشرة حديد اخده. نا. ننفعش. تمام? لازم الطبيب يكون عامليه تحليل دم. ومنه يختشف ان انا عند انيميا وبنان عليه حديد للجرعة للحديد الملأمة. لان ممكن اي حد ياخد دواء الحديد ده يسبب له انساك. اه عزيكم ما لو معرفش يعمل بروز. يبقى البرز متوقف عنده. تمام? يوقف الحركة الده دي شوية. طيب بالتالي يبقى عنده مشاكل في قرض الفضلات او السمو من قلب الكسم. طيب بالتالي طبيب يحدد الجرعة الملأمة للشخص. طيب يبقى انا دلوقت التغذية بتاعتها لازم يكون فاحديد عشان جسمي يكون الهيموجوبين اللي هيكون خلايا الدم وبالتالي الدم بتاعي يبقى يتحرك بسهولة ينقل الاكسجين ما حسش بالاجهات. لانا لو ما عند الهيموجوبين اليه هحس الاجهات بصراحة. يبقى عندنا الانيميا غفار الدم قالي بيكون عند نقص صفحة كرات دم الحامراء. طيب ممكن كمية الاؤسجين كمان تقل لان احنا لسه قيلين دلوقتي مع مع تسليم شوية سألنا على كرات دم الحامراء السؤال بتاعها. وقلنا انه عندنا كرات دم الحامراء تحمل الاكسجين. طب انا عند نقص كرات دم الحامراء. يبقى كده الاكسجين عندي? هيقل. طيب ممكن عندي الشخص نفسه يعاني من الاجهات ويعاني من الضعف. يبقى عنده حسس انه هو موجهد. وفي قادر يقوم باي نشاط او ينارس اي مهمة مطلوبة منه. طيب ايه الاسباب? قال لنقص الحديد في الغذاء. ده خلاص نقطة مفروغ منها يبقى انا لازم الغذاء بتاعتي يكون متوازن ويكون في نسبة حديد. طيب في ايه يا استاذ مسلا? كل فاكهة مجففة. كمان? كل تفاح. بزنجان. طمر. طب ما عندنا من اكثر اشياء اللي بتحتوى عندي? انا الحديد. فلو اكلتهم او اعتمدت عليهم في الغذاء بتاعك فرصة ان انت اه تجيلك انامية صحة. النزيف الناشئ عن الجروح او عن دورة الحيض. يعني فيه جرح او حيض الحالتين دول ممكن يسببه عندنا اه نقص. طيب. الانمية المنجلية. ايه الانمية المنجلية دي? ده مرض وراسي. كروات الدم الحمراء بعد ما تبقى بالشكل الطبيعي اللي منظره اللي هو الشكل القرو ده. لا تبقى بالشكل اللي هو المنجلي اللي هو شكل حرف السي. تمام? طيب او زي الهلالة. دي قادرة لحمل الاكسجين. ده غير قادرة لحمل الاكسجين. ده مرض وراسي. تمام? يعني ما فيش اي حد يقدر يحمي نفسي منه. اه انا بابايا عنده الجين اخدته من بابايا يزهر عند المرض او لا ده هيبان معانا بازن الله في السنة الجاة ان شاء الله ناخدها مع بعض. احنا كانت عندها في ترمي الاولان في الوراسة. في السنة الجاة ان شاء الله في الترمي التاني في اتناشر. هنسمع برلو فقر الدم المنجلي وهنعرف انه عندنا عشان يزهر على البنت. الاب والام الاتنين بيشتركوا مع بعض. وعشان يزهر على الولد. الام بس بيكون هي السبب لان المرض ده بيكون مرض مرتبط بالكروبوسومات الجنسية. هناخده بالتفصيل ان شاء الله العام بقضاء. فقر الدم المنجلي زي ما احنا قلنا كرات الدم الحمراء بتفقد شكلها. فبيتالي بقى عنده انمي يعني ايه? يعني نص كرات الدم بتاعته بالشكل ده. النص سليم والنص بايز. طيب النص سليم ده هيشيل الاكسجين. طيب النص البايز اللي هو الغير سليم او الشكل بتاعه من جلي. قال له ده هيبقى غير قادر على عامل الاكسجين. فبالتالي الشخص هيحس بالاجهات. تعالوا كده ندي مسلا كحاجة تعبير مجازي. انا نص دم نص خلاء دمي من جليه. وانت عنده كرات دمك سليمة. فازا كنت انت مسلا جسمك بيتنفس ورديكم في دقيقة ستين شهيك. تمام بتاخدستين نفس خلال الدقيقة عشان تحصلين من نموعة الاكسجين. انا نص دمي محتاج بدل ستين محتاج مية وعشرين. ليه? عشان احصل على نفس كمية اوزين نتا حصلت عليه. فبالتالي صعب ان انا اخد نفسين في في الثانية. زي شخص الطبيعي. فكده للشخص ده بيحس بالاجهات بسرعة. تبقى دي المشكلة الصحية. مخاطر اصابته بيكون عندنا كبيرة. قال لي عندنا ممكن انسداد الاوعاء الدموية لان عندي الكرات المنجلة دي ما تتحركش بسهولة فتقفل للابعاء الدموية تترسل فيه تتكسر فيه تمنع الدم من المرور وبالتالي لما الدم ما ينفعش يمر ففي الحالة دي برضو هيبنع الدم من وصول الاعضاء الهمة وبرضو ممكن يهدد الحياة وممكن تقدر عندي ليه الام مبرحة ومضعفات خطيرة قتل دايب الوفاة. نيجي مع بعض عندنا بالنسبة ليه الفقر الاخيرة بيقول لي سبب فقر الدم المنجلة. فقر الدم المنجلة عندنا يا بنات سببه في الاساس وراسي. يعني ما فيش واحد يكون طبيعي كده ويجده فقر الدم من جل من در اي حاجة. لأ. تمام? ده سبب وراسي. يعني اخدت الجين من الاب ام الام ام كده اياما. وانا جبت لكم تلات حالات بتاعتهم ودول هنشوفهم اتناشا بالتفصيل ان شاء الله ونحل المسألة عليها. انا شخص طبيعي بطلع السلم عادي ببنرس رياضة بساعد ماما بركب اصنصير بطلع منه طبيعية ما فيش اي مشاكل عندي مش حاسة اي خمقة? اه يبقى انت كرات الدم الحمراء اللي عندك الشكلين دولة. الاتنين كرات دم حمراء كراوية. فبالتالي كلهم شغالين كلهم بيحمل الاكسجين كلهم بنقل الاكسجين الى كافة اجزاء الكسم. فبالتالي انت صحتك زي الفيط الحمد لله. لكن نجي للناس اللي هم قد يحصلوا على واحد واحد سلم. كرات دم حمراء منجلية وكرات دم حمراء كراوية. طيب كده زي ما احنا اتفقنا ان نص خلايا دمه عندي فيها مشكلة. فبالتالي الاكسجين اللي بتنقل خمسين في المية من كفاءة الشخص لحادي. لو جاي يطلع سلم هيحس بالاجهات. يركب اصنصير في اتنين تلاتة معاه نحسس ان هو مخنوق. تمام? بيمارس نشاط رياضي مش هيقدم. لان اي حد هيمارس نشاط رياضي دربات قلبه هتزيد. معادل تنفسه هزيد. وبالتالي كلمية حصل على الاكسجين هيكون عندي اقار. فبالتالي الشخص ده يا شباب لازم يستريح. يعني اي نشاط او مجهود بدني بيعمله. بيكون في حدود ضييفة في الدم. لان كده بيعرض نفسه الخطر. لان اصلا الكرات الشكل منجل ده يا شباب عندنا بتتكسر. بتترسف. بتلزف في الاوعيات الدموية. بتنمع مرور الدم. وبالتالي لما تنمع مرور الدم. يعني ممكن تنمع مروره سول الاكسجين لاعضاء حيوية قد تهدد الحياة. زي القلب وزي الدماء. طيب نجد الحالة التالتة. ان لقدر الله الشخص يكون عنده جين ايه? اخد جين من الاب وجين من القمة. ما في الحال دي شخص ده هو جنين لسه ما ايه السبب? ما عندوش ولا كرة دم حمراء سليمة احنا عارسين difبطنا الامهات. بنحصل على الاكسجين من امهاتنا من خلال الحب السوري. الحب السوري بتاع الام هو اللي بنقنينا الاكسجين من المشيما اللي بتوصل ما بين الجنين والام لدم الجنين. طيب دم الجنين كل كورتات دم الحمراء منجلية. كلها لازق في قلب الشعارات الدمائية. فبالتالي مفيش اي نقل الاكسجين. القلب عايز اشتغل. نستنى الاكسجين يجيله من الحب السري. مفيش اكسجين جيجي. الموخ عايز اشتغل. عايز ينم ودخل عايزة تنقسم. كل الكلام ده متوقف. لان كل ده بيعتمد عندي على الحصول على الاكسجين عشان يتم بعض العاملات الحيوية اللي بنها التنفس الخلوي وانتاج الطاقة اللي هو اللي بنقوم بيه بكل وضع كده الجزئية دي يا بنات. اي صعوبة فيها? لو حدا عندها يسئل فيها اتفضل. طيب. نيجي مع بعض. نيجي مع بعض بقى للنقطة اللي بعدها وهي سرطان الدم او اللوكيميا. بيجينا نستمعين ان ربنا يحفزكم ويحفز اهلكم جميعا. مرض سرطان الدم ده مرض من الامراض المنتشرة وحاليا نشايفين الاعلانات احنا الحمد لله في شهر رمضان اللي هو شهر الخير. التلفزيونات يعني بتعكسوا الحاجة تانية اللي هو شهر الشحر. ودايما نحاسسونا ان ما فيش الله مرض السرطان والبرع واعمل واعمل. السرطان اي نعم من الامراض الخطيرة اللي موجودة عندنا. تمام كده? ومنتشرة بصفة كبيرة بسبب السلكيات الغذائية الغير صحية. والعادات الغير طبيعية. يعني مسلا الناس المدخنين فرصة اشتبطهم بالسرطان بالزيد. وبالزيد لما يكون عندهم اطفال صغار في البيت. بيدخن بيئزي نفسه وفي نفس الوقت بيئزي اللي معاه من الاسرة في قلب البيت. تمام كده? طيب ادى تدخين. الحاجات اللي احنا بنجيبها من الجامعيات اللي فيها مواد حفصة والوان صناعية واصبخ وآآ الوان كل ده عندنا بتسبب مرض وسرطانة. لان اغلبها بيكون مصادر غير طبيعية. اغلبها بيكون مصادر غير طبيعية. تمام كده? يعني مسلا ممكن نلاقي بعض الحلويات لما اجيبها كده ابص عليها كتخ موجود من ورد. ايه مش عارف ميتين وواحد ايه ميتين مش عارفه كامل. حاجة الكوت ده كده واكتبيه على جوجل. خطورة واكتب الكوت. بسبب السرطان. تمام? اغلب المواد دي موجيش مواد طبيعية. لو هو مسلا جايب لي اللون ده من شيء طبيعي او نكهة طبيعية او عصائر معينة من نبات معين واخد منه اللون ده. تمام? فبالتالي مفيش مشاكل. يعني ولكن احنا ممكن نشوفوا اللون الاحمر مسلا في الكاركة دي. لو هو قدر السحرة للصبغة اللي موجود في الكاركة دي. ويلون به النكهة دي. بس هي بالنسبة له عملية مكلفة. ماديا. فهو بضطر ان هو يجيب حاجة مستخدمة او مصنعة صناعيا. ويضفها بحيث ان تديه الشكل او الدون اللي انا عايزه. النكهة. بنيجي مسلا يقول لك ايه? والله دلوقتي البطاط ده مسلا بتعم الدجاج. هل بيجاب دجاجة مسلا معاصرة عليه? طبعي لا. تمام? ده عبارة عن مواد كيميائية. الرائحة بتاعتها تشبه الدجاج. ممكن الطعم بتاعيش به الدجاج. يبقى الرائحة والطعم تشبه. الاتنية في الاساس ماهش اصلا دجاج. في الحالة دي برضو مواد الصناعية ممكن تسبب في سرطان الدم او بلو كمينة. سرطان الدم عندنا بيجي في حاجة اسمها نخاع العزام. بيجي في النخاع العزام ونخاع العزام الاحمر. طيب انا نخاع العزام الاحمر من شوية قلته كان بيكون عندي تلات حاجات. حد يقدر يقول هم دي ايه التلات حاجات اللي نخاع العزام او النخاع الاحمر. الشاطر اللي قولي التلات حاجات اللي انا قلته. شكل ما حدش كان منتبه لبو زيابي. اه تمام بنرافع لك يا تسنين. ماشي تسنين قالت هم لنام حمرة وبيضة وصفائح. فبالتالي يا بنات عندنا سرطان الدم لما يجي فيه كرات الدم الحمراء ما هو جاف النخاع العزام. ونخاع العزام هو المصنع الاساسي لكرات الدم الحمراء. المصنع الاساسي لكرات الدم الحمراء فبالتالي ما عندش كرات دم الحمراء. طيب. كرات الدم البيضاء. ما فيش كرات دم بيضاء. صفائح دموية. ما فيش صفائح دموية. طب احنا قلنا كرات الدم الحمراء وظيفتها يا شباب. ها. اظن الجزئة دي لكل عارفت. ايه وظيفة كرات الدم الحمراء. مع اهمية كرات الدم الحمراء. عايز الناس تكتب. في الشات يا شباب يلا. متأكد ان انتم صحيح ما بتذكرش مادة تانية معي. تمام شاهد وائل برافو. تسنين اهاب احسان تي. ماشي شاهد احمد مورين برافو عليكم صحيح. الوظيفة الاساسية عندي هي حمل الاوكسجين او مخلو اوكسجين. تمام. يبقى احنا فعلا عندنا هنلاقي حمل الاوكسجين هو الاساس فعلا. آآ فبيجي يقول عندنا نوخة الازام قال لي ممكن مهمة عندنا ان هو ممكن ينتج القراءة دمه حمراء. اما غير ناضجة. يعني ما كونتش بشكل جيد. او ناضجة بس مش قادرة تقوم بالمهمة بتاعك. يعني تكون غير ناضجة او تكون ناضجة بس مش قادرة تشيل اوكسجين. في الحالتين ما لهاش لازمة. انها مش موجودة. فبالتالي ده اللي اوكسجين عندها هنخفض. تمام? ده اول واحدة. هنا حاجة. كرة الدم عندي الحمراء هكون قليلة. والصفائح الدموية هكون قليلة. هذا النقطة التانية. ايه وظيفة كرة الدم البيضاء? ها. وظيفة كرة الدم البيضاء براضية تسنيم. تسنيم لحقيقتنا هاي? تقيت لكرة الدم البيضاء. تمام? معيشة تسنيم. وادا النورين قالوا لي حماية ومنعة. مقاومة الميكروبات. برفع لك. تقول لكم صح احسن. ففعلا كرة دم البيضاء هتبع عندنا مقاومة الميكروبات. تمام? او المناعة. لكن دلوقتي لو نفترض ان كرة الدم البيضاء يا بنات. مش موجودة. ما تكونتش. او تكونت لكنها غير ناضجة. غير قادرة على اداء مهمتها. تمام? ففي الحالة براضة تسيب المشاكل. كرة الدم الحمراء واسألنا عليها من شوية. ليه بتحمينا من الانيميا? من خلال ان يبتني اللوكسجي? تمام كده? طيب. الصفاة الدموية حد يعرف وظيفتها ايه? الصفاة الدموية. ايه وظيفتها? احسن تاينورين. تسنيم. تقليل النزيف بتقفل بجروح. صح. الصفاة الدموية فعلا الوظيفة الاسئية بتاعتها ان تساعد عندي في ظلق الجروح. تمام? او تخصر الدم. فبالتالي بتقليل عندي النزيفة. نخال العزام هو المسؤول عن تكوين كل المجموعة دي يا شكرا. نخال العزام عندي هو المسؤول عن تكوين كل المجموعة دي. تاب المجموعة دي كلها ما تكوناتش. يبقى في الحالة ديتي لو جيت قلت لك. ماذا يستبب سرطان الدم? آه عدم تكون قرات الدم البيضاء. وبالتالي عدم القدرة على مقوم دم ميكروبات. عدم تكون قرات الدم الحمراء. وبالتالي كلة مقل الاكسوجين. ماشي? واحدوث ايه? الانيميا. آآ بتاع الصفاح دموية كل التكوين صفاح دموية. وبالتالي يحدث نزيف. لا تتخسر. لا يتخسر الدم عند الجروح. ولدي عندي مشاكل هتحدث. تمام? طيب. علاج السرطان. ايه العلاج بتاعه? العلاج بتاعه ممكن نسمع ان في نقل دم. ان مريض السرطان بيحتاج نقل دم. او لو قيمة بالذات ما يحتاج نقل الدم. ان احنا نديله دم بكمية كبيرة. عشان نديله كرة دم حمرة وكرة دم بيضة وصفاح دموية. طيب. في بديل? اللي في بديل بس اسمه زرع النخاع. او بذل النخاع. تمام? فبيجي نشوفه لك ده احنا عايزين متبرع بالنخاع. بناخد من واحد نخاع سليم. ونحطه له في قلب العظام بتاعته. بدل النخاع اللي عنده فيه مشكلة. فالنخاع السليم يبدأ ينقسم ويديني خلايا دم حمراء جديدة وبيضاء وصفاح دموية. فيبقى نخل النخاع من شخص سليم. تمام? للشخص المصاب. او فيه تقنية جديدة اللي هي الخلايا الجزعية. ودي بيستخدمها من حدث سرط. الخلايا الجزعية تبقى لسه خلايا متكونة عند الجنين. هو لسه البيبي اللي لسه ببطن الام اول ما هو يكون مولود. بياخده لحد السري بيكون في لسه خلايا الخلايا دي ايه? متميزتش. متحددش لسه وظيفتها ايه? انها مسلا هتبقى ريئة تبقى كليا هتبقى كزا. فبالتالي بيستخدموا الخلايا دي ان هما يزرعوها في نقاع العظام. فتتميز عندي الى نقاع عظام وتبدأ تستخدمها في الموضوع ده. ده بالنسبة عندنا لسرطان الدم. نيجي الاخر جزء اللي تعودنا عليها في كل الناس ازاي نعتني بجهازنا الدوري? طبعا لازم نمارس النمط الصحي بالزاد في التغذية بتاعتنا. فنبعد عن الدهون الالي دي ال. تمام? اللي بتثبت عندي تصلب الشريين. نبعد عن اي ضغطات قد تؤدي لحدوث مرض الضغط. تمام يعني انا مسلا من الشخص اللي بتوتر بسرعة بالدايق احاول ان انا اكون اعصابي هادية. مش اي موقف تافي يخليني اتعصب بسرعة. قل ده عندي عشان احافظ على صحيحتي. الناس المدخنين تبدأ عن تدخين فاللي بتشرف فيكو سجينك تبطر. تمام? خوفا عليها وخوفا على صحة الايه اللي معارفل دليل. لان انا عندي كل ما يزيد التدخين كل ما بيزيد من خرورة امغاد القلب والاواية الدموية. التبخ. بيزيد من معادل ضربات الان. طبعا احد ممكن يقول لي ايه العلاقة? انتو لو وسطوا على رأة المدخن بتلاقي رأة المدخن دونها اسود. تمام? يعني معناها السطح الداخلي بقى كله اترام. سواد من الدخان. فبالتالي المساحة او السطح اللي كان بيحصل في التبادل الغازي. اصبح ضعيف. كمية التبادل الغازي اصبحت اقل. فبالتالي القلب بيحاول ان هو يزود من ضرباته عشان يتعوض النقصة في الاكسجين بالنواي. مرر اكبر قدر من الدم على الرأتين عشان يحصل على اكبر قدر من الاكسجين. تمام? طيب. ديك الشريين برضو كل اللام اللي يجي عندنا من التبخين. يقال الكفاءة عضاء التنفس زي ما احنا قلنا حاديا. معدل للتبادل الغازي هيكون من قفض. بيزود الضغط على الجهاز الدوري زي ما احنا قلنا هيخلي ضربات القلب اعلى واكثر. فبالتالي هيخلي الحاجة للحصول على الاكسجين اكثر. اه عندنا نتيجة نقص معدل للتبادل الغازي في قلب الرأة. لازم يمارس تمرير رياضية لان المارس تمرير رياضية بزود من ساعة الرأة بتاعتي. وفي نفس الوقت بزود من كفاءة القلب. فلما يكون عند القلب اكثر كفاءة او الرأة اكثر كفاءة معدل حصول الجسم على الوطيجين والطاقة هيكون اعلى. وبالتالي ما حسش بالاجهاد او اي مشاكل صحيح. فبالتالي هتزيد الساعة الحيوية بالرأتين. هتقلل كمان من وزن الجسم. الناس اللي بتمارس رياضة اللي هو بمارس اي حد عايز يعمل ضايف يقول لك العب. مارس الرياضة الفلانية. فبالتالي وزن بتاع الجسم بيبدأ ايه ينخفض. وبالتالي ايه? الاجهاد. هتزيد القوة ده العوالات. التقليم الكولسترول والدهون اللي احنا اتفعنا عليها لل دي ات. تمام? بكده اشتركوا نكون وصلنا مع بعض النهاية المانعة بتاعنا. لو احد منكم عنده اي سؤال يتفضل. عندك سؤال يا تسنين? لجوا عندنا بالنسبة للجوز الاولاني في مقدمة عادية موجودة في درس من البداية. بيقول عندنا القلبة بتاعنا من اكبر عضلات الموجودة في الجسم. واللي بيقوم عندنا لنقل كمية بزيرة من الدم خلال الدقايق من مستمرة طوال اليوم. وعضرة شغيرة بمتوقع. زي ما تعرفتنا انه هو خلال الديئة الواحدة بيمر في القلب حوالي خمسة دقيقة. جب كمية الدم اللي بتمر خلال اليوم الواحد. واحد وعشرين الف تنمائة باعة واربعين. يعني القلبة بيضخ حوالي ثلاثة واربعين الف تريتر اليوم. يعني تقريبا عندنا مش عارف قال ايه سبعة افيات ضحفة. تمام? دي مقدمة عادية بيتكلم فيها عن ايه قوة عضلة القلب. بالنسبة لعضلة القلب زي ما احنا شايفين يا بنات. عرفنا ان الجهاز الدوري عند الفقريات. واحنا اخذنا من قوضي الاسماك والبرمائيات والزواحف والطيور وثاليات الكلام باكمتاع عاشر في الترمي الاولاء ايه الترمي التاني. ونحنا اخذ من كل الاجهزة الدورية عندهم اجهاز دوري مغلق. يعني الدم يليخ القلب دايرة مفهولة. فان الدايرة بتاعتنا قلد القلب معنا هون. الدم هيطلع من القلب يروح الرئتين. ويرجع من الرئتين عندها على القلب. دي كنا بنسمعها الدورة الاولى او الدورة الرئاوية. تمام? او بنسمع دورة الصغرى. ليه سمعتها دورة صغرى? لان المسافة السيارة. القلب بيكون عنده في المنطقة دي. نحن تلاحظوا هنا في جزء من القلب اهو من ان الرئة صغير. لان القلب بيكون عنده في المنطقة او المكان بالصغر. فبالتالي القلب الدم بيمر من هنا. يطلع للرئتين ويرجع من درقية للقلب. فبالتالي مسافة قسيرة فاسمناها الدورة الرئاوية او الدورة الصغرى. لكن نجي للدورة التانية وهي الدم لما يخرج من القلب. يروح لباقي اعضاء الجسم كلها. قد يكون الاطراف العلوية. قد يكون الدماغ. قد يكون الاحشاء. كلية. الجهاز ومن اعضاء الجسم يرجع يعود عندي للقلب. ودي الدورة دي كنت بنسمى الدورة الجهازية او الدورة الكبرى. يبقى اكده عندي دورتين. ايه هما يا بناتنا شوفتوا كده في الشات? يلا شباح لكم بقى. ها? ها? تمام. الكبرى وصغرى. تمام. الصغرى مع مين? بين مين ومين? بين نقط ونقط. الصغرى بين نقط ونقط. تمام? الكبرى بين نقط ونقط. الكبرى يطلق على الدورة الكبرى بالدورة نقط. الدورة الكبرى يطلق عليها الدورة نقط. المواحدة. الجسمية الجهازية صح. برفع عليكم. احسن. طيب. جاي بقول ليه خلاص عرفنا ان هو جهاز دوري مغلق وعرفنا ان القلب عندنا ده سؤال علل. علل يطلق على الجهاز الدوري لدى الانسان جهاز دوري مغلق. سمي من قوله لان القلب هيضخ الدم يمر في الاواعد دموية اللي بتتفرع عند الافرة كثيرة ويعود الى قلب مرة اخرى. يعني طلعا من القلب والراح لاعضاء ورجال القلب. فالزا بنسمي جهاز دوري مغلق. طيب. نجي بعد كده عندنا الدورتين اللي احنا نتفعنا عليهم. عندنا دورة صغرى ودورة كبرى. لو جينا عندنا هنلاقي تركيب القلب الاول اربع جزاء ايه هما? اتنين ازين اتنين بوطين اتنين اتنين بوطين ازين ايمن بوطين ايمن ازين ايسر بوطين ايسر ازين ايمن ازين ايسر بوطين ايسر. بيبقى انا عندي كم وزين وكم بوطين? عدد حجرات القلب. كم عدد حجرات القلب? تمام يا نورين احسنتي. ماشية تسنين. برافو. تسنين كتب عايز تكتب زينان والبطينان فلاقيتنا بقولت كم حجرات ام الكلب اربعة انا لسه همسح اربعة وبعد. ماشية تسنين. تمام. عارفنا كده مع بعض ادى الحجرات بتاع القلب اللي موجودة عندنا. دايما الجانب الايمن للقلب يا شباب. دم زفر. يعني ايه زفر? يعني كيه ثاني اكسيد الكربون. عشان ما ننسهاش. الجانب الايمن للقلب دم زفر. دم فيه ثاني اكسيد الكربون. لكن الجانب الايسر للقلب دم مؤفسج. دم يحتوي على الاكسجين. الصغرة drownedنا في الكتاب زي ما اتفقنا يقول لي غانب الاكسجين فاكر الاكسجين. غانب الاكسجين فاكر الاكسجين دي دم من الجسم. هياخده من الازين. يعطي المين? من الازين الايمن يعطي مين? او هتكتب الزفر في الامتحان القبلة تزفرك على طيب. تمام بطن الايمن. البطن الايمن هيعطيه المين? ده اسمه ايه? للناس المذاكرة او القراءة. ده شريان بس كان اسم شريان ايه? شريان. اللي خارج من القلب شريان. اللي ده اخي الاسمه وريد. اه يبقى ده رايح للرأتين في بقى اسمه شريان? رئوي. شريان رئوي. عشان رايح للرأة. كده يبقى احنا الازين الايمن ده اللي جمع الدم. وكنا عارفين ان هو بيجمع من وعين دمويين وريد اجوة فقل وصفلي. فتحتين ليه? فتحة بيجب من تحت وفتحة بيجب من فوق. تمام? بخى عند الدم للبطين. عن ضرق الصماء. انا عارفين اسمه اللي هو في راس الشرفات. يرجع البطين. يضخ الدم عندي الشريان. طب الشريان ده رايح لمين? اه ده رايح عندي للرأة تيني بس مشريان بقى. فيروح عندي غزة الدورة الصغرى اللي هي الدورة الرأوية. راح عندي للرأة. طيب الرأة عندي بتعمل ايه? هل يطرب لقى? تقليل الاكسجين ولا تزود الاكسجين? ما اهمية الرأة. ما اهمية تتعة. تمام? تزود الاكسجين. فيرجع الدم عندي غني ولا فكر بالاكسجين? يعود الدم من الرأتين غني ام فكر بالاكسجين? تمام ربنا اجعلكم الاغنية يا ربو يبقى معك فلوس كتير? انت تتكروني كده باي حاجة. طيب فيرجع الدم عندي من الرأتين غني بالاكسجين. فيصبح الجنب الايصر زي ما اتفعنا ان هو غني بالاكسجين. اكسجين اكسجين. الايصر هو المستقبل للدم من الرأتين. ممكن تلاقي السؤال جاي يقولك يعود الدم من الرأتين الى القلب. الى الحجرة نقط. الحجرة التي تستجل الدم من الرأتين هي نقط. ها. انت نفسك قوي يا شاهد. ابعد على يبك المريض. ها. يلا. نزينا الايصر برا فقعدكم. تمام? طيب. يبقى احنا عندنا. طب بيستقبلها بكام وعاء? الوعاية دمه اللي داخل الازين اسمه ايه? وريد ولا شريان? الوعاية الدمه والذي ينقل الدم الى الازين. يصل الدم الى الازين. حد يترسمه شريان وده وريد. ممتازين كلكم فعلا قلت وريد. حال. يبقى يعود الدم الى الازين ايسر في سورة وريد. طب حد يعرف كم وريد? في حد كده جاوبة من شوية صح. كان في حد الشاطر. برافو عليك يا تسنين صح. تمام? اربعة ورد رأوية. من كل رأة اتنين. طيب حد يعرف الشرايين الرأوية كانوا كم واحد هو وكان طالع شريان واحد. وبعد كده اتقسم لكم فرع? تمام بروفو عليك. انا عندي طلع وهو طالع من القلب. كان فرع واحد اللي هو اسمه شريان رأو هنا. ورجعت اسم عندي فرعين. فرع راح رأي اليومنا واحد لليسرة. لكن لما رجعهم رجع عندي من كل واحدة اتنين وريد. فبقى عندي اربعة. يبقى كانوا رايحين اتنين وراجعين اربعة. تمام كده? نخبرنا من ايه? من التكة الزغيرة دي. طيب. خلاص بقى عندي الجانب الايسر كله دم الاكسج. في اكسجين هنا في اكسجين هنا. يبدأ الدم عندي او دم الاكسج يروح عن دلمين للدورة الاخرى اللي هي الدورة الكبرى او الجهازية. كبرى عشان هي بتشمل الجسم كله تقريبا مع درقاتين. جهازية عشان بتروح لاجهزة الجسم المختلفة. او اعضاء الجسم الاخرى. طبعا. الدم رايح للأعضاء غني ولا فقير? الدم يروح ايه? يذهب الى الاعضاء غني ام فقير? ازع منك. ازع منك اللي اول حرف من اسم نون. ده ده عمله لك باللون الاحمر. ها? يبقى رايح للأعضاء يغزيها. القلب بيبعت الدم للأعضاء هيبعت لهم فقير? هو كان بعته للرقاتين فقير. عشان الرقاتين هي اللي هتجي للاكسجين. لكن لما يجي يبعت بقى للاعضاء لازم بعت لها دم زي الفل دم ناقي. دم مليان اكسجين دم لونه فاتح. تمام? اه فبالتالي يروح الدم عندي غني للاعضاء. يرجع من الاعضاء للقلب غني ام فقير. يعود الدم من اعضاء الجسم الى القلب. غني ام فقير. تمام يا تسنيم? تمام يا نورين? تمام يا شهد? طيب. لو جينا قلنا يعود الدم او الحجرة التي تستقبل الدم. الحجرة التي تستقبل الدم من اعضاء الجسم. تسمى به? تمام. عن طريق كام معاق دموي? نعرف ان هو ازين ايمن. الحجرة التي تستقبل الدم? الازين الايمات. كام معاق دموي? اتنين برافو عليك. حد يعرف اسمقهم? برافو يا تسنيم. حسنتي. اجوة في عدوي? اجوة في سفلي. الاجوة في العلوي جايب منين? من الاعضاء العليا. ايه الاعضاء العليا? دماغي وازرعي. تمام? دول الاجزاء العليا. طيب السفلي جيب بقى من تحت كله. عايز تقول اطراف السفلية تقول الجهاز الهضمي تقول الجهاز الاخراجي تقول الجهاز التناسولي كل الجهاز عندي بيصبوا عن طريق الوريد الاجوة في السفلي. تمام? طيب. برافو عليكم. يبقى عندنا الاعضاء تضخ الدم الى القلب عن طريق الازين الايمن. ويكون دم عندي فقير الاكسجين دي لان اعضاء اخدت الاكسجين ودتنا مكانه الثاني اكسيد الكاربون. والقلب يرجع ياخده ويدخه برقاتنا عشان ترجع تعكمه وتنظفه. بنسمى الدورة الاولى اللي هي الصغيرة الدورة الاولى. والتانية بنسمىها الدورة الثانية. يبقى الاولى هي الصغيرة الرئوية تمام? والثانية هي الكبرى او الجهازية او الجسمية. هنا عندنا رسمة لم familias عندي رفاف الكتاب بيوضح للدورة تاعتنا. زي ما احنا شايفين هنا هنلاقي عندنا الاوزين الايمن. ادل وريد الاجوة في العلوي. اللي جايب من اطراف العالويا. او الاعضاء العلويان. تمام? بيصوبوا في الاوزين الايمن. واده برضه عندي وريد اجوة في صفلي. برضه بيصبه في الوزين العيد. الوزين يعطي البطين. البطين يعطي الشريان. والشريان يتقسم عندي الاتنين. واحد للرأة اليسرى. واحد للرأة اليمنى. طيح الدم عندي. للرأة غني ام فقير? يذهب الدم الى الرأتين غني ام فقير? تمام? احسنتم. ويعود من الرأتين غني ام فقير? غني بايه? هل بالاكسجين ام ثاني اكسيد الكربون? تمام? رابعة لكم امتازين. يبقى عنده غني بالاكسجين. احب انا الفكرة لما نسألوه تلكم ما شاء الله وربعة لك. استمتعنا بايه بالاجابة. طيب. يبقى احنا عندنا عادي الدم عندي للقلب مرة اخرى غني بالاكسجين. طبعا وصل للقلب لاي غرفة يعود الدم من الرأتين الى الغرفة نقاط في القلب. ها? انا عارف ان انا سألت بس اتكرار بيعلم الشطار. تمام. احسنتم الاوزين الايسر. براف. الاوزين الايسر يعطل منه? يضخ الاوزين الايسر الدم الى نقاط. ضغطين ايسر او حد يقول لبطان ايمن. لا كل جانب لوعده. لانه شغال مضختين. مضخة ايمن ومضخة ايسر. مضخة خاصة بالرأة ومضخة خاصة بالجسم. تمام? وبعد كده يطلع عند الدم يتقسم عندي فرعين. فرع يغزي الاعضاء العليا. وفرع ينزل الاعضاء السفلة. وده اللي كنا بنسميه منسميه طيب. آآ هنا بقى عاد بوصف لكل كل كلام اللي احنا قلناه الدورة صغيرة والدورة كبيرة والدم رايح مؤكسة يتلاقظ مؤكسش كل كل كلام ده عارفنا. وده تركيب القلب بتاعنا ده ما احنا شايفينه. ادى الاوزين الايمن. عندي فتحتين. واحدة الاجوة في العلو واحدة الاجوة في الصفلي. تمام نكمل بيهة اللي بيهنت مرة واحدة. عندي الاوزين الايمن استقبل الدم يضخوا للبوطين. البوطين عندي يضخوا يطلع عندي شريان. تمام? اسمه شريان 레اوي. الشريان راوي. الشريان راوي. يطلع يتقسم عندي الفرعين. واحد يروح لي الرأة هنا. واحد يروح للرأة الاخرى. تمام على حسب الوضعية. انا عندي هناك جانب الايمن فده يبقى الشريان ده وراح للرأة اليومfront. وهنا برضو شير الرئوي بس رايح للرئة اليسرى. الرئتين تنظف ويهي تحسو على الاكسجين ويعود الدم مرة اخرى الى الاوردة. لان كل ما يرد الى القلب فهو وريد. يدخل عندي هنا الدوردين. وفي نفس الوقت عندي وردين من الجانب الاخر هنا من الرئة اليمنى. لكن هنا من الرئة اليسرى. او عنغلط فيهم او القلق دبل الصورة وتمسح للبيانات. ودوخ من يمين ومن شمال. قلنا عكس وضعي الجسمان. درقة اليمين يبقى لقبال منه مباشرة الايسر. الرئة الايسر يبقى لقبال منه على طول مباشرة الايمن. طيب. نيجي بعد كده يا شباب عندنا بالنسبة للجزئية اللي بعتمدناها. الدم الضخة عند البطين الايسر والبطين الايسر عند يضخ الدم ايه? الاورطي او شريان الاورطي. وشريان الاورطي زي ما احنا شايفين تلت فروع هيطلعوا فوق للدماغ والاطراف بتاعتنا. والسفلي هينزي لغزي اعضاء الجسم السفلية اللي هو السفلية اللي جاي من تحته. لان اللف معنا ده هو جزء السفل اللي مقابلين. اي مشاكل حتى الان? ها قولية تسنيم اتفضل. اشتاز التمس قلب على مراتين الاورطي واللي تحت. بس الاورطي مقسوم تلاتة. انت عندك الاورطي مقسوم هنا لو انت بسط عليه فيه تلات فروع فوق. وفيه فرع كبير نزل تحت. يعني المقسوم اربع اجزاء. التلاتة اللي فوق بنقول بيغزي الاطراف العليا او الاجزاء العليا. اجزاء العليا اليمين? تشمل الدماغ. تشمل الذراعين. هل هم تلاتة بس زي ما انت شايف? لا فيه فروعات بعد كده تطلع منه. يعني عشان عندي الدماغ يتغزى. انا ما عنديه شريان واحد طلع بس من هنا ولا طالع من هنا اللي قد انا عندي من الجانبين فيه شريان داخل الدماغ. مش شريان ايه? مش شريان واحد. لا فيه شريان اغطى. فسا احنا ده الرسم بس هو طالع من القلب اتقسم بالمنظر ده. فيلاقي التلات اجزاء اللي موجودين دول. وواحد كبير بنزل باقي غزة كل الاجزاء السفلي. فالليزن لاقي بتاع الجزء السفلي كبير. لكن الجزء العلوي عشان رايح لقى اعباء صوية رايح لضراع. الضراع ثاني للدماغ. تمام? وضغط الدم بيكون في دول عالي. يعني لو هيروح هنا هيكون تلات اضعاف الكوة ليه? لنزل تحت. لان احنا قلنا ده هينزل مع الجاذبية الاسفل. الاوروط اللي هينزل لتحت او اللفة عندنا ده بنسمي الابهر الظهري. يعني هيجي بعد كده الجزء ده هنا بنسمي الابهر الظهري. فده بيكون نازل ايه للجسم الاسفل? فهينزل مع الجاذبية. تمام? فضغط الدم فيه اقل من الشرايين اللي طالع عكس الجاذبية. دول طالعين عكس الجاذبية. فهنا نحتاجين كوة الضغط الاعلى. زمان تكون مثلا معك الم وعايزة خليه طلع لفوق. فانا لو عايز ارفعه لازم ادي له كوة الدفع من ايدي. تمام? عشان يرتفع معي الاعلى. لازم ادي كوة. فبلاقي عنده الضغط في اللي فوق ده اعلى من اللي تحت. ده بالنسبة عندنا الجزء دي. نيجا لانتقل بعد كده لتركيب الجهاز الدوري. وعرفنا ان احنا عندنا قلب وععدة ميودن. تمام? وعرفنا ان القلب بتاعنا عدبارة عن مضخة عضلية عضو عضل يدفع الدم. وعرفنا انه مقسوم عندنا ده مضختين. تمام? او جانبين. يعمل كمضخطين. واحدة خاصة بالرقة. اللي هو اي جانب بيدخل الرقة يا شباب. مين الجانب اللي بيدخل الرقة? اي جزء من القلب يدخل الدم الى الرقتين. من الذي يكون بضخ الدم الى الرقتين? هل الازين ولا البطين? هل الايمن ولا الايصر? هيستحديد. تمام? اه برافو يبقى فعلا عندنا هيكون من البطين الايمن هو اللي هيضخ الدم عندي الا الرقتين. تمام? طيب. وبالنسبة بقى عندنا الاعضاء الجسمي. اللي هتدورة الكبرى. من الذي يكون بضخ الدم الى? اعضاء الجسم. او اجهزة الجسم الاخرى. طبعا الاجهزة كلها عدل رقتين. ماشي. الله ينور لكم. البطون الايصر احسن. طيب. نيجي بقى بالنسبة حجم القلب يعرفنا ان هو قدر قبضة الايد. قدر ايدي اهي. قبضة الايد بتاعتي قدر. تمام? طيب. عرفنا الموقع بتاعنا بيكون اسفر عظمة القصر. في مص الصدر من هناك الاسم عظمة القصر. لكن يامير اليسار قليلا. تمام كده? يعني اواخد ناحية اليسار شوية. فاليزا حجم الرئة اليسرى? بيكون اقل من الرئة ايه اليومنا. طيب. قلنا عندنا فيه غشاء يحب القلب يا حمايته. بيدي له حماية. بيدي له امام. بيدي له مساحة. الانكباض والانبساط فيه. سميناه طامور. يا امور. تمام كده? طيب عندنا غشاء الطامور. غشاء مزدوك رخض. يحب القلب. ليه الحماية? ادى واحد. يامنا احتكاك وبعزمة القفى الصدر. ادى اتنين. اسكر وزفتين بالطامور. عرف الطامور. ما المقصود? اكتب المصطلح العلمي. كل ده ما كن يجيلي في عبارة واحدة. ده يختلف عنه البلورة. البلورة. تمام كده? ده اللي يحب الرئتين. تمام? طيب. نجي بعد كده عارفين ان اثناء الشاك والزافير بالزاد بيكون في احتكاك. فبالتالي الطامور هيقل اللي احتكاك ده. هيفصل ما بين الرئتين وما بين القلب. والرئتين او القلب وعزمة القفى الصدري فبالتالي القلب ياخد حريط واصناء الانكباط والانبساط. حجرات القلب زي ما احنا عارفين وانتم ما شاء الله عليكم اصبحت مبتزم فيها. اربع حجرات اتنين ازين واتنين بطين. وعرفنا الازينان اللي بيستقبلوا. لكن البطينان هم اللي بيدخوا الدم ويخرجوا من القلب. جينا بعد كده قلنا نفس الكلام اللي احنا اخدنا قبل كده في الرسمة اللي فاتت هو اللي موجود عندنا هنا بس المرض المركز على الحاجة جديدة وهي الصمة معكم. تمام? ايه? وظيفة الصمام من غير ما ازفر اسم. ما احميه الصمام بسرعة يلا. ما فيش بمشي. الدم ما بمشيش. موش ماشي على رجلين. ماشي صح. ها حد يكتب صغة تانية كميلة. ايه صغة اخرى. تمام? حل. برافو. ما عايزت تقولها بصوت? قوليها تسنيه. سرايان الدم في اتجاه واحد. آآ ومعاهم اللي اتخلت لفعال الجاذبية او الضخط. تمام برافو عليك. جابت لاجابة يعني احسن من اللي انا كنت اقوله. يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد ومنع عودته مرة اخرى. تمام كده? هي بتقوله ممكن يرجع مرة اخرى ازاي? بسبب الجاذبية. معينة الجاذبية الارضية ممكن تخليه يركع. لا هو كده الصمام هيمنع ان هو يركع تانية. تمام? طيب. وقلنا عندنا ناخد بالنا بقى عندنا من جزئية لو حدد لي اسم الصمام. الاجابة بتاعتنا اجابة جميلة او زي الفول. بس ترامة اجابة باسمام يبقى ان الاجابة لازم تكون اكثر دقة. تمام كده? يعني السمام خلاص يمنع مرور يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد ومنع عودته. خلاص. خلص الموضوع كده اجابة كبه. لكن لو قال للصمام الفلاني يبقى انا اشوف الصمام ده بين مين ومين. وقاله يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد مين? ايه لا. ومنع عودته. تمام كده? طيب نشوف نجرب مع بعض. شاهد ايه وقت. اصمام سلاسي الشرفات. يقع بين نقط ونقط. شاهد وقت. نعم. نعم نحن في حاجة. اه? نعم ما تتبعيش انا بقولك اتكلم. اه اوكي. من اذن الايمن وبتن الايمن. تمام يبقى ايه وظفته? يسمح بمرور الدم اه في اتجاه واحد من البطين من البطين الايمن. البطين الايمن دون عودة. تمام بربع عودة. بربع عليك احسن. طيب نشوف مع بعض النورين. نعم. اين يقع الصمام التاجي? او ممكن قول اسمه التاني? هناك الشرفات. اه بين الازين الايسر والبطين الايسر. بين الازين الايسر والبطين الايسر تمام. ما وظيفته? يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من الازين الايسر اه الى البطين الايسر دون عودته. عودته بربع عليك. تمام نشوف شهد احمد. ايه شهد ايه احمد? ايه. السمام الرقوي اين موقعه? بين البطين الايمن والشريان الرقوي. تمام ما وظيفته? بيسمح للدم بالمرور من البطين الايمن للشريان الرقوي اه ويمنع عوداته من اخر. تمام يبقى بس نضيف كلمته في اتجاه واحد. تمام كده? مين؟ طيب نيجي للاختي تسنيه. السمام الاورتي. اين موقعه? ووظيفته. اه بين البطين الايسر او شريان الاورتي. اه ويسمح بمرور الدم في اتجاه واحد من البطين الايسر الى الشريان الاورتي. تمام يبقى اسمح بمرور الدم في اتجاه واحد مين? او للبطن الايسر? لمين? للشريان الوراء? للشريان الورطي. تمام? ومنع ارتداده او منع عودتين مرة اخرى. طيب. قلنا مع بعض زي ما احنا شايفين كده تركيب القلب. ايوما اكثر سمكا? هل عضلات الازينان ام البطاينان? في الشيات يلا بسرعة. ايوما اكثر سمكا? هل عضلات الازينان ام البطاينان? تمام? احسنتم. طيب. اهرفنا الازينان عضلاته اقل سمكة. لان الوزر المطلوبة منه بسيطة. ينقبط عشان يدفع الدم الاسفل. وكده كده الدم هينزل مع الجازة دي. فمش محتاج قوة كبيرة. طب ليه البطاينان عندي اكثر سماكة? لانهما هيضخان الدم الى حطاء الجسم كلها? طب لو احبنا نقرم ما بين البطاينان. اي البطاينان اكثر سماكة? تمامي نورين? احسنتي? برافو. حالو. احسنتي. يبقى احنا فعلا عندنا هيكون البطاين الايسر والاكثر سماكة? لان عندنا زي ما تسنين قالت هيضخ الدم الجميع زي الجسم. طب التالي محتاج مسافات بعيدة. فمحتاج تقوة اكبر. طيب حد فيكم لاحز فرق ما بين البطاينان الايمن والايسر من حيس الحجم. ايهم اكبر حجما? الايمن اما الايسر. ليه ما يبقشوا الاتنين انت بعد? طب المهمات سيلا عندنا التاج برضو او لاسف البطاين الايسر ما هيدخل بكل برضو. بس انا دلوقتي انا عايز انظف الدم. عايز انظف الدم. من تاني امسيدي الكربون واضف لي الاوكسجين. فبالتالي بيزود من كمية الدم اللي راحة يرقتين عشان تتفلتر وتتنظف. معايا كده? تاني. ليه البطاين عندي الايمن مساحته كبيرة عن الايسر? تمام? لان انا دلوقتي محتاج. طيب. بنقول للشباب عندنا ان البطاين الايسر البطاين الايمن عندي اكبر مساحة او اكبر حجما لان عايز يضخ دم كمية جدرج الرقتين عشان يتمنطف. من ثاني امسيدي الكربون اللي موجود فيه ويتم دخول اوكسجين. تعلم كده? فبالتالي اكبر كمية تروح ترقتين. يتم سلطريتها. يتم التخلص من ثاني امسيدي الكربون وحسي الاوكسجين. البطاين الايسر عندي بيكون اصغر شوية عشان قوة الضغط بتاعت تكون اكبر ممكن. ويتم يضخها عند الدم الى جميع اجزاء كسب. ربنا يبرك فيهم واحفظون يا رابط. طيب. نيجي بعد كده عندنا للصمامات خلاص كل ده كلم ايه خلصنا وعرفنا الصمامات وعرفنا اوزوية ده. واده منظر الف ازا ما احنا شفناه اه شباب قبل كده نشوفه تاني. اده منظر مسلا. حد يقدر يتوقع البطين ده اي واحد فيه? اللي احنا شايفينه حاليا ده بطين. حد يقدر يتوقع البطن ده مين? مم? لسه ما ما زلت استقبل الاراء. ها لسه في واحدة ما جوتش. من اللي خايف الجو? ايمن يا شباب. تمام? من ده الجنب الايمان المنال. خلاص? ده البطن ده. لو انتم مركزين فيه هتلاقوا عندنا الاورطة. ده الاورطة. تمام? والاورطة احنا عارفين انهم متصلين بالجنب الايسر. انما ده الهيط اللي عندي يتقسم فراكين. بان من ين الواورطة? تلس فرحات المعبولين عندي. تمام? بان من ينعني ان ده الايمن? الاجواة في العلو و الاجواة في السفلي ايه. ده الاجواة في السفلي والاجواة في العلو. وده الجزء عندنا ده الاوزان. تمام? وده الصمام اي وحد في Dingcesso ده ده الصمام مين? بالكلم عن الصمام ده؟ في انا الصمام هو وفي الصمام هبط جواه. انا بسأل عندها الحال ايه? ولا واحد جاء بصح. ده سلاسة الشرفات. ده سلاسة الشرفات. تمام كده? وده الرئوي. ده السمام الرئوي. اللي شوفة تاني اهو. هذا السمام الرئوي. وده سلاسة الشرفات. لان انا عارف انه سلاسة الشرفات مع عكس الايد ما فيش مشكلة اهو. ده ايد اليسرى هي. يبقى ده مين? ده الجانب الاي? وصل. منرجع تاني للرسمة اللي فوق? اهو ده مين في هم? احنا حاليا بنقص هنا. شايفينا الاوزين ده? تمام? والاجوة في والسفلي. وشايفين البطن ده. فبتلك السمام اللي عندي الثلاثة الشرفة. والسمام ده هو السمام الرائع. وضع هكده بنات. نيجي بعد كده بالنسبة لجزئية ضربات القلب. بالنسبة لضربات القلب. عرفنا مع بعض يا شباب ان احنا عندنا فيه شبكتين من الالياف. في شبك عندي موجودة على الازين نفسه من فوق فبنسميها عهضة جيب ازينية واللي بنسمها منظم ضربات القلب. هي دي الاساس اللي بتدي النبضات العصبية اللي بتحكم عند ضربات القلب. وعرفنا ان النبضة اللي تطلع منها بتأثر عندي على الازينان. وفي نفس الوقات بتأثر على البطنان. بس تأسير الازينان بيكون مباشر. وتأسير البطنان بيكون عندي غير مباشر. ليه? لان هي بتدي النبضة بتاعتها للعقدة للازينية البطينية. اللي بتاخد النبضة وبعد كده لسه هتنقلها للبطينان. فاتخد فترة زمانية اللي الواحد من عشرة من السنة. على تسلم الاشارة للبطينان والبطينان ينقبضها. فبتدي لنفاصل زمانش. لأنه لما بالوقت القلب التاعي كان في عقدة واحدة اللي هي العقدة الجيب الازينية وبتتحكم عندي في القلب ككل يبقى القلب كلها ينقبض كوحدة واحدة. لكن وجود العقدتين عندي ان انا عندي عقدة جيب الازينية تسيطر عندي على الازينان في الازينان ينقبض الاول. ونفس النبضة يصل اشارة منها للعقدة الازينية البطينية تستلم هي الاشارة. عالم ما توصلها للبطينان عن طريق الالياف هي الالياف الموصلة او اسمها خارجي اسمها الياف هس وهي تستلم للنبضة. وتبدأ هي كمان تدي للبطينان لاندفاع بتاعها وقوة بتاعتها. ففي الحالة دي يكون عندي فصل زمنة واحد من عشر سنة. ادي واحد من عشر سنة ده يفرق عندي يخلي القلب ينقبط على مرتين. انكباطر زينان. يا دي انكباطر بطينان. طيب. ده بالنسبة عندنا ليه جزئة دي. خلاص عرفت ان اوضل دي القزيمية ودي سمناها عندنا منظم ضربات القلب لان هي اللي بس يطور عندها على ضربة القلب. وعرفنا ان انا ممكن لو زبحت اي حيوان وطلعت قلبه ممكن ان قلبه ما زال في ينبط. تمام? ده بالنسبة عندنا الجزئة دي. بنشوف في بعض الاحيان وكنت تشوفه في مسلسل او تسمعه الناس اللي غاضية طب ان شاء الله. فتشوفه في بعض الاحيان اه ان عملية لواحد في القلب. وجايبين قلب لشخص متبرع. قلب ميت ما تتحركش. يوم جايب القلب وما ركتبه في قلب المريض بعد ما يخلص ويركتبه وتخيط ويدلحين كل اه الشرايين والاوردة اللي موجودة. يوم عادت صدمة تهربية للقلب. فلما يدي صدمة تهربية للقلب. طيب العقدة تجيبه زي نية ترجع تنشط من داني. تشتغل. فتدي النبضة في يرجع القلب يدق من جديد. تمام? منشوف بعض الناس اللي بهم تحقف. تمام? لتيجي السبب ما? فليهم جايبين كده حقفين اه اذا ما احنا نشوفوا بعض المسلسلات اول بتاع. ويددوا صدمة تهربية. فصدمة تهربية دي بتعمل اتنعاش للعودة الجيبه زينية. فلو عودة الجيبه زينية ترجع تربعة النابضة العصير بتاعتها من تاني وتشتغل معها. طيب. اه خلاص كده بالنسبة للعودة الجيبه زينية. خلاص القلياف. عرفنا تضفق الدم. عرفنا الوزين والبطين. والدم بتتحرك من اللي فين? كل ده خلاص احنا خلاصناه مع واحدة. الممط صناقة لخطوات ان انا عندي ينكبض القزينام يلين ينكبض البطينة ده خلالة القلب عندي اكثر كفاءة. افضل من ان هو ينكبض كله كواحدة وحدة. انكبض القلب على مرتين اكثر كفاءة من ان هو ينكبض كواحدة وحدة القزينام. طيب. نيجي بعد كده عندنا بالنسبة للنبضات القلب يعرفنا ان ممكن تصل النبضات عندي المتين نبضة في الضيئة. وده لما يكون واحد ينمرس ما يكون شاق. بيمارس رياضة. بالعرف سباحة. فبالتالي بيمارس اكثر طاقة ممكن عنده. فبالتالي هيحتاج طاقة عالية والقلب هيبدأ ينقبض بمعادل كبيرة. ضغط الدم في الوقت دا يطرى. يكون مرتفع على منخفض. عندما يكون عدد النبضات مده النبضة في الديئة. فإن ضغط الدم يكون. برافا تسنيه. من تاني. ماشي شاك. تمام شاهد. تمام يا نورين برافا عليك. طيب نجل الانتقل اللي بعد منها وعرفت ما الدورة قلبية. الدورة القلبية لما كلمنا عنها يعرفت انا عند قبضين. وعند انبساط. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. التعريب بتاعها هي الدورة الكملة. للمراحل اللي بتحدث من بداية الدقة القلبية. الى بداية الدقة التالية. كده? يعني من اول النبضة لحد مابدأ النبضة الجديدة. كمان? من اول دي لحد دائت الجديدة بس سمي دها اسمه دورة. لو قلت لك حولين الترابيز اللي انت قاعدة حوليها او خولين المكتب. هتبدأ من النقطة معينا. تاخد دايرة وترجع لنفس المكان اللي بدأت مني. يبقى انت كده عملتي دايرة كاملة. تمام? فده نفسك واحدة الدورة القلبية هي الدورة كاملة من بداية النبضة الى النبضة التي ايه? تريه. او بداية الدقة القلبية التي تريه. ما عرفت انه عندي انقباض. هيبقى عند انقباض على مرحلتين. انقباض زي نام انقباض بطينام. وعند انبساط بيكون دي القلب كله قطع واحدة. طيب تعالوا كده مع بعض نعمل مقارنة ما بين المراحل سواء الانقباض والانبساط او الانقباضين مع الانبساط ونشوف بينهم من حس زدتنا عقلية. من حس الفترة الزمنية حد متذكر الفترة الزمنية اللازمة. الانقباض القزينان. انقباض القزينان كم بيحتاج فترة زمنية? تمام برافوية تسنة. حد تاني. احسن تلجحة. تمام برافو عليك. فعل عن اللي ده كان واحد من عشام السنة. لكن انقباض البطينان. كان بياخد فترة زمنية اكبر ولا اقل? برافوين نورين. كانت جاهزة معنا بالاجابة قدت لنا على طول تلاتة من عشرة سنية. طيب نيجي للبعدها عندنا بالنسبة لانبساط العضلات القلبية. انبساط القلب ككل. ها. قلنا فعلا برافو عليك. يعني بيحتاج فترة زمنية قد مجموع الاتنين اللي هي عندي اربعة من عشرة سنة. بالنسبة لحركة الدم. يطار الدم عندنا هيتحرك من اللي فين? هيتحرك من? الى. هل من الازين للبطين? من البطون للازين? من الشريان للشرياء للوريد للوريد? فين فين? تمام تستمي بتقول من الازين للبطين? حال. تمام? حد عند رأي اخر? تمام? برافو عليكم فعلا عندنا من الازين للبطين. تمام كده? طيب. لكن لما نيجي الانقباض البطينان هلالبطينان هم الانقبض المرادة? فيدخوا دم عند المين? آآ عندنا على حسب بقى? واحد ممكن يروح للرقة. واحد يروح لعضاء الجسم. كيف تل مقبض يروح للجسم كله? تمام كده? يبقى عندي من البطينان الى الشريين اللي هتدخ عندي لجميع اجزاء الجسم سواء الرقتين دورة صغرة او اعضاء الجسم اللي هي الدورة بالقبرى. لكن لما نيجي عندنا الانبساطة زي القلب. انبساط. يبقى قلبه كله ينبسط كواحدة واحدة. فده ياخد من الجسم كله. ويدفع للقلب. تمام كده? فبقى عندي من الجسم للازين. والبطين كمان. تمام? تب ليه? ما احنا هقول له قبل كده الجزء اللي في الشرح بتاعنا? ان اتنا عرفنا ان حجم البطين بيكون اكثر اتساعا من الازين. فبالتالي الازين لو انقبض النبضة بتاعته كمية الدم اللي هتعرج منه غير كافية لمال البطينان. تمام? فبالتالي ربنا اراد ان انا عند القلب لما ينبسط يكون مفتوح السمام اللي ما بين الازين والبطين? ينزل كم من الدم من الازين مع البطين فبالتالي يبقى له عندي جزء من البطين في نسبة من الدم. مع انقباض الازين يمتلق البطين عن اخرة وبعد كده ينقبض الازينان ويدخ الدم لجميع اجزاء الجسم. جينا بعد كده عرفنا ان المنطقة عندنا اللي بيكون فيها انقباض بيكون الضغط عالي. تمام? والمنطقة اللي بيكون فيها انبساط بيكون الضغط منخفض. تمام كده? يبقى عند انبساط يبقى ضغط مرتفط عند انقباض يبقى ضغط اعلى. ممكن جزادي نسأل فيها لو انا جات قلت في انقباض الاوزينان اي اي اما اعلى ضغطا واي يوما اقل ضغطا. لو قلنا اعلى ضغطا هل الاوزينان ولا البطينان? الاعلى في الضغط. هل الاوزين ام البطين? تمام براوية تسنين. ماشي احسنتي. شاتر. تمام احسنتم فعلا عندنا الاوزين هيكون اعلى في الضغط. وطبعا البطين هيكون اقل في الضغط. فبالتالي ينتقل الدم من اعلى ضغطا الا اقل ضغطا. يبقى انتقل من الاوزين للبطين. لو جينا عندنا في انقواض البطينان. تمام كده? من اعلى في الضغط ومن اقل في الضغط? اشوف الدم رايح من اين? لي فين? اه ده رايح من البطين للشريان. يبقى البطين اعلى ضغطا? الشريان اقل ضغطا. طب قوله زينام يا استاذ? ما لهمش علاقة دلوقتي. انا بدور على المكان اللي الدم هيتنقل منه لي? اي نعمل ازينام حاليا? لا فهمش الدم. لانه كان لسه منقبضين حالا والدم اللي فيهم لسه ضخين. طبعا كده? فبالتالي ما لهمش علاقة حالا. طيب نيجي للي بعد منها هلأ عندنا نفس الحالة الاولى. تمام كده? هيكون عندي كليهما ضغط ونخفض. لان القلب عندي كله. ماشي بيانبسط. سواء ازينين او البطينان. فيه بالقلب كله الضغط في منخفض. مش في الازين والبطين ده زي ما للحالة الاولى بس. لأ. الحالة الاولى زي ما احنا شفنا ان الازينين كانوا منقبضين فكانت ضغط عالي والبطينين هم المنخفضين. لكن هنا في البساطة القلب كل القلب يضغط في منخفض. فبالتالي الدم يدخل من الجسم كله الى داخل الالب. نيجي بقى للصمامات. مين مفتاحه ومين مفتاحه? ها. يلا الحالة الاولى. اي الصمامات مفتوح وايها مغلقة? اي الصمامات مفتوح وايها مغلقة? مسموح برقم اتنين وتلاتة ان فيش مشكلة. تمام. برافة يا شهد. برافين ورين. برافوية تسنين. احسنتم جميعكم. فانا عندنا اتنين لاتنين. ده الصمام مين ده? اتنين ولا تلاتة ده? نسيت حد يفكر. ده رقم اتنين ولا رقم تلاتة? اه تسنين بتقول تلاتة? لا الحمد لله لكل ما اجمع ان هو تلاتة يبقى فعلا تلاتة له ثلاثة شرفات. فيبقى يفتح الصمام ثلاثة شرفات والثماء الشرفات اللي هو التاجي. تمام? لكن المغلق عند مين? اللي اتنين بتقول الشرقين. اللي هو الرقوي والاورطي. تمام كده? يبقى عند دول مفتوحين ودول مغلقين. طيب نجد للحالة الثانية. هنعكس. تمام? اه يبقى نفل تلاتة واتنين. ونفتح الرقوي والاورطة. طيب نجد للحالة الاخيرة من مغلقهم والمفتوح. نفس الحالة الاولى. مفيش فرق دينا. تمام كده? طيب. فيبقى عندنا الشرفات والثماء الصرفات مفتوح. لكن الاورطة والرقوي مغلقين. طيب قلنا الرسمة الاولى والاخيرة متشابهين في الصمامات. من هزي المغلق والمفتوح. لكن في فرقين في قلب الرسمة اقدر استدلي منهم على اي مرحلة هو بيتكلم. ها. في نقطتين في قلب الرسمة اقدر افسهم. تمام روفي يا شهد. ها. احسنت يا نوري. تمام احسنت يا شباب السحب. اما شوف هنا لقى الاسم كلها تضخ الدم الى داخل القلب. يبقى انا عارف ان القلب بيسحب الدم من الجسم. يبقى كده كان في انبساط. مستحيل يكون بينقبط. لان لو بينقبط هيضخ الدم يخرج. يبقى بينبسط عشان يسحب الدم. ده واحدة. تمام? على عكس الرسمة هنا. هلاقي هنا بيخرج الدم. طالما بيخرج الدم يبقى البطينان هما اللي بينقبط ومش القزينان. القلب ما يخرجش الدم. قال إنكباط البطينان.ںنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن،ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الازين هنا عندي واخد دوران هنا واخد دوران لكن هنا عندي ثانية وانا عندي ثانية مباشرة اعرف ان الازين هنا بينقبض فبتالي الدم بيندفع من الازين ونازل عندي للبطين بالرفع دي. جينا بعد كال رسم القلب. وعرفنا رسم القلب عندنا فيه تلات مستقعات. عرفنا انه في رمز اسمه وده بيرمز عندنا للحالة الاولى اللي هي انقبض الازينات. وليقى عندي الكهرباء بتاعته او اللي هي الكهربية تاعت القلب. تمام? انت طبعا عرفين الفولت. لو واحدة قياس فرق الجهد. تمام ده اخدتها في الفيزياء. وبتقاس عندي بالملي لان الكهرباء بتاعت الالف بالملي. معاشي جزء من الالف بالنسبة للفولت. لان كلمية صغيرة جدا. تمام? طيب. فبالتالي عندنا لقي النطبة بتاعت صغيرة لان الكهرباء كانت محتاجة الكهرباء بسيطة. لكن لما اجي بعد العقدة. في القزينية البطاينية ولو انتم حد منكم فاكر رسمة او رجعنا لها تاني كده. من اكبر في الحجم? هنا لعقدة تجيب قزينية ولعقدة لقزينية البطاينية. طيب ايه الفايتة? الا ان العقدة الاولية دي بتدي ملي ملي فولت قليل. يعني كمية الكهرباء او النطبة الكهربية اللي طالعة منها ضعيفة. تمام? على قد بس القزينان اللي عدراته اياء. لكن بالنسبة لبطاينان عدراته سميكة. عدراته قوية. ومحتاجين نطبة قوية. فنلاحز ان الملي فولت بتاعها في مستوى عالي. اللي اخدناها للرمز بتاعنا كيو ار اس تمام كده? فبالتالي يبقى النضة بتاعة البطاينيه عندي اكسر قوة. فالعملة الجيب قزينية ماشيه? القزينية البطاينية تمام؟ القزينية البطاينية خادت النضة من الجيب ازينية وقوتها زودت قوتها. تمام? شاudible تدخلت انكباط البطاينيه عندي اقوى من انكباط الازينية. لغما ان هي رقم اتنين في النضة. ده هي واقدر اشارة من الاولينية? لا بس لما اخدت التحفز منها انت قوة اكبر. عشان تخلي نقباض البطاينين عندي اكثر قوة واكثر ضخن من دم. بالنسبة لحالة الاخيرة وهي مبساط عضلة قلبية. اعرفنا ان عندنا الرمز بتاعنا هيكون الرمز تي. ده بالنسبة عندنا ده جاءنا اندخلنا بعد كده عندنا بالنسبة للمقارنة بين الشاريين والاوردة والشعارات الدمائية. وعرفنا ان احنا عندنا شريان تلات طبقات. والوريد تلات طبقات. مفيش فرق في الطبقات الثلاثة اللي معبولين هنا وهي. تمام? وعرفنا كل واحد منهم بتعريف عندنا. viene لشريان والوريد. اه النسيج الطلاقي والنسيج الظم والنسيج العضلي. كلهم مادي عندي بين نسيج التلاتة. قلنا النسيج اللي بيمسي لحاجز طبيعي بين خلايا الدم. وخلايا الجسم. تعلمent ازاي يا استاذ؟ هل هنا في حاجز طبيعي بين خلايا الدم و خلايا الجسم. ما تعتبر العضلات ده هي المكونة برضو من خلايا الجسم. انا عند النسيج الطلاقي. والنسيج الطلاقي اصلا خلايا. بس صفه واحد من الخلايا الرقيقة. تمام? فخلايا الدم هيكون ماشية بالداخل. واده نسيج الطلاقي واده العضلات. فيبقى ده حاجز ما بين الدم وبين خلايا الجسم. حتى لو جينا في الشعارات الدموية اللي بتمسل الطرق والشوارع اللي ماشي في قلب الجسم جنب كل خلايا في قلب الجسم. برضو صفه واحد من الخلايا. بيفسل ما بين خلايا الدم اللي ماشي بداخله من الداخل. تمام? وي? آه كل ده بنكلم عن الطلاق? تمام? كل ده كلامنا عن الطلاق تاسمين. فاحنا نقول لعندنا نسيج الطلاقي دو والطبقة الداخلية. هل ايه موجود عندي هنا? تمام? فاصل الدم اللي جوه عن العضلات. هنا برضو نسيج طلاقي. فاصل الدم اللي جوه الوريد عن العضلات. تمام? لو بسنوا في الشعارات دموية هنلاقي برضو نسيج الطلاقي. هنا من جوة في دم. ومن برا لازق في حواية السيروات الهوائية. لازق في خلايا الجسم. فبالتالي بيحدث التبادل سواء الغازي او الغذاء. ايه يبدل الغذاء? يبدل الفضلات. يبدل الاكسجين يبدل السن اكسيدي الكربون. كل ده عندي بيكون السطح الملامس لخلايا الجسم كلها بيكون الناسج الطلاق. طيب بالنسبة للناسج العضلة زي ما احنا شايفين في الصورة عارفنا في فرق. ان بالنسبة للشريان بيكون عضلاته سميكة. لكن هنا رقيقة. من حيث للتساعد داخلي. عارفنا بالنسبة للشريان بيكون التساعد داخلي. اقل? لكن بالنسبة للوريد بيكون عندي اكبر. تمام كده? طيب هنا اقل ليه? عشان يساهم عندي في ضخ الدم. تمام? يعني ضخ الدم يكون عندي اكسر قوة. بالاضافة ليه? وجود العضلات النابضة اللي بتقدى عندي لزيادة ضخ الدم. طيب. نسيج من ضمن تركيب الاوعية الدم ويساعد في الانكبار? قلنا عضلات فنساء. طيب يدي الاوعية الدموية مرونة. يبقى احنا من الكلام عن ناس للضع. ها حد عنده ايه يسأل لحد الان يا بنات? ايه يسأل لو سوف صار في الجزائر دي? لا كمان. لا تمام. تمام. نيجي عملنا مقارنة بين التلات. نشوف كده مع بعض. اول نقطة عندنا في المقارنة من حيث الوعية الدموة. اول رسمة دي مني يا بنا. اسمه ايه? اول وعية دموية. شريان. تمام. اول واحد شريان. تاني واحد. شعيرات براف. تمام. ها? واخر واحد طبعا هيكون النوع التالتة الاول وريد. لو جاءنا من نسيج الضم والنسيج الطلاقي والنسيج العضلي هنلاقي النسيج الضم موجود عند التلاتة. النسيج الضم موجود عند التلاتة. هلاقي نسيج الضم موجود هنا. ونسيج الضم موجود هنا. لكن بالنسبة للشعرات الضموية ما عندهش نسيج الضم. عندها طلاقي فقط. تمام كده? بالنسبة لعضلات الملساة. هنا موجودة بس اسميك. هنا موجودة اقل سمكا. تمام? لكن بالنسبة للنسيج الطلاقي هلاقي النسيج الطلاقي عندي موجود في التلاتة. يبقى النسيج الموجود عندي في التلاتة اوعية دموية او التلاتة انواع هو النسيج الطلاقي. تمام? النسيج الغير موجود في التلاتة او غير موجود في احدهم هنلاقي عندنا العضلي والضام مش موجودين في الشعارة الدموية لكن موجودين في الشريان والاوريدة. تمام? بالنسبة للسنك قارفت ان عندي الطبقة بتاع النسيج العضلي بالنسبة للشريان اكثر سماكة. تمام? مما يقصب الشريان القدعة الانكباط نابض لكن بالنسبة للوريط عندنا بيكون اقل سماكة ممكن يكون فيه نوع بسيط من النبض حركة بسيطة تمام كده بس ما فيه اش محسوسة زي الشرايين زي ما احنا قلنا فيه نقاط النبض اللي موجود افقل بالجسم زي الشريان اللي ماشى عندي هنا في اللراع ممكن نستشعر منه النبض او الشرايين اللي بيكون موجودة عن حول الراقبة او احيانا بيكون عندي هنا في الدماغ في بعض الاحيان في هنا كده ممكن نحط ايدي فيها وقدر استشعر النبض. السمامات زي احنا شرفنا في الصورة مع بعض من شوية عارفنا ان احنا عندنا الشرايين مفيش فيها ولا الشرايات لكة الاورداء اللي بتحتوي على السمامات من حيس النبض عارفنا احنا بيكون نابض وزيين عندي بيكون غير النبض في مشكلة بالنسبة للمقارنة فاعتم يا شباب? تمام. هنا بقى قاعد يتكلم مع بعض عندنا بالتفصيل عن كل واحد منهم. ان الشريان بتاسع ان فراء اقل فبنسمعها شرينات وشرينات بتوصل لها في تفرات اصغر لحد ما نوصل للشعيرات. تمام? وان ضغط الدم بيكون في الشريان قوي لكن لما منزل للشعيرات بيكون عندي اقل او ضغط الدم في الشعيرات دمائية بيكون عندي اقل حاجة. فبقول دي وحين هيدخل الدم الى الشعيرات يعني انخفض ضغطه بصورة كبيرة. هنوم كده? يعني احنا لو جينا المصورة الماء اللي في الشارع بتاع الوزارة لقل ما يطلع فاق كوة لو خصل كسفة الشرع كل تغرق بسرعة. تمام? لو واحد اتقطع عند شريان ينزف الدم بسرعة. لكن لو واحد اتقطع عنده وريد الدم هيطلع ببطوة. نفس سرعة الشريان. طيب. جينا بعد كده برضو عندنا بالنسبة للشعيرات الدموية يعرفنا ان الجدر بتاعتها رقيقة. وقد تصل ان كرات الدم الحمراء تمر منها واحدة بوحدة. وشبه التراكة وعمل زي الباب الدايق. هلين في اتنين يعدل مع بعض? قلنا لا كل واحد بيعادل واحد. واحد ورا واحد. اه فنفس الوقت وكرة الدم الحمراء اللي ما تجي تعدل الشعيرات دموية شوارع ضيئة. تمام كده? فكل كرة تعديل واحدة. لكن لو بقى حصل عندنا جلطة زي اللي شوشنا مع بعض في الصحة اه في جلطة يبقى في الحالة اللي ممكن تجي في المكان ده مش قادرة تعدي. فبالتالي كرة الدم الحمراء كلها تبحى بس ورا من النعم. وده عارفنا ان هو بتكون شفكة كبيرة منتشر قلب الجسم والهدف الاسس منها عملية التبادل سواء غازي او غزائي او فضلات. يروح للرقتين يبادل اكسجين وسن اكسيد الكربون عن طريق الشعيرات. الدموية المحيطة بالحول بسرعة. يروح عند خلايا الجسم يبادل الاكسجين مع الخلية يده اكسجين وياخد منها سن اكسيد الكربون. والدم كمان بيكون في سكر يده الخلايا وياخد منها الفضلات. يروح عند الكليتين يتخلص من الفضلات النتروجينية. في كوبية لو انتم تذكرين. بالنسبة عندنا الاوردة. اعرفنا ان الاوردة عندنا بيكون ضغط الدم في شعارات دموية منخفض. يبدأ يزيد في الوريد اللي هو الوريد الزغير وبعدك هيبدأ يزيد عندي في الوريد نفسه. تمام? والوريد بيبدأ يسحب الدم ويطلعه بفوق. اعرفنا من الدم عندنا في قلب الوريد حركته بيكون ضعيفة. فلزا بيعتمد عندي على قوة سحب القلب اثناء انبساطه. القلب لما بيبسط فيحول ان هو يسحب الدم. بالاضافة الى وجود الصمامات. واللي بيدعم عندي دور الصمامات في ان يتسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد او اندفاع عكس الجاذبية. وجود العضلات الهيكلية بجوارها. فلزا بننسع دايما بمارس الرياضة بنشاط بالحركة. لان كل ما تتحرك كل ما العضلات الهيكلية المحيطة بالاوعية دموية اللي موجودة عندك تبدأ تتحرك فتضغط على الاوردة. فالاوردة تبدأ تضوخ الدم فتلاقي الدموية بتحرك عندك بسهولة. وفرصة قساطة الجلطات تكون عندي اقل ما يمكن. لكن الشخص اللي بيناه فترة طويلة فرصة قساطة الجلطات بيكون كثيرة لان جسمك ما بقاش حاجة كثيرة للغزاء ولا الامسجين يعني ان انت ما بتقومش باي حركة. فبالتالي بيقيل لي معدد الضخ او ضربات القلب او ضغط الدم. وعودة الدم برضو بيكون عندي بطيئة نتيجة ان انت متحركش العضلات. ففرصة ان الدم يترسب او زي ما شفنا مع بعض في الصحة لما كنت بيكون الصورة بتاعت الوريد. هنلاقي عندك مشكلة فيه. نيجي بعدك بالنسبة ليه? معدل الدربات. عارفنا ان معدل الدربات بتاعتنا اللي هو معدل الدربات القلب في الدقيقة. نشوف القلب عندنا بينبط كام نبضة في الدقيقة. وعارفنا ان ده بيختلف عندنا على حسب المشاب بتاع الشخص. تمام? لو الشخص موجهد. لو الشخص ممارس رياضة. لو الشخص كل ده هيختلف احد. وعارفت ان احنا بنسمع من الصوتين. صوت اول بيكون ضعيف. تمام? وصوت تاني بيكون قوي. وقال للصوت الاول. نكتبهم كده مرة واحدة عشان نكرم بالنسبة للصوت الاول. تمام? اللي هو بيكون عند غلق الصمامات بين الازينان والبطينان. اه انا بقفل بين الازينان والبطيناء. اده الازين واده البطينة. الازين البطينة. يعني نبقفل الاتنين دول. اه يبقى انا كده بكلم عن انكباض البطينان. اه فيبقى الصوت قوي. صوت طويل. لان بياخد فتلة زمنية اطول معايا. لو انتم نزاكنكما بياخد تلاتة من عشرة سمية. تمام كده? اه فبالتالي عندنا هيتسمي الضغط الانكباضي. لكن الصوت التام الاكتسر. اللي هو عندنا لما الالب بيينباصد. اه فبقى يقول ليه? عند غلق الصماحات بين البطينان والقوعية. دموية. تمام كده? يعني بين البطينان والقوعية دموية. اده البطينيان ههم الاتنين هم والاوعية ده ما يبقى انا كده باتكلم ان بيقفل دول امتى لما يكون القزينان بينقبضوا او لما يكون قلب عندي بينبسط يعني الصمامين دول بيكونوا مقفلين في حالتين لما يكون القزينان هما اللي بينقبضوا او القلب كله بينبسط ففي الحالة دي بنسميه ده الصوت الاسر وبيسميه الضغط الانبساط. عارفنا ان معدل الضربات ده يختلف في حالة الغضب الخوف تمارين رياضية الجهاد تعب كل ده عندنا هيظهر عندنا الموضوع وعرفنا ان عندنا بيحدث ليه? لان عندنا حاجة الجسم في النشاط العضلي او الارفاق او الاجهاد بالجسم اللي يحتاج قدر اكبر من اكسجين قدر اكبر من السكريات او الغذاء فبالتالي بيتم رسالة رسالة عصبية من مراكز في الدماغ. هناخدها بازنافة اتناشر الترم الاولاني. اه منطقة اسمها النخاء المستطيل. بيبعت رسالة عصبية للقلب عشان يزور من معدل ضرباته او ضغط الدم بتاعه بحيس ان هو ضخ اكبر قدر من الدم عشان يغزل الاعضاء الحيوية بالسكر والسجين. بالنسبة لضغط الدم عارفنا اللي قوة اللي بيتغبها الدم عندنا على جذر الشريين وانا ما عندش هلا شريين موجودة اه شريين رئوي وشربيين الاوراضة. يبقى انا بقصد عندي الشريانين دول. فيا بقى انا عندي القوة اللي بيتغبها الدم على جذر الشريان. كده بنسميه ضغط الدم. عارفنا ان ضغط الدم ممكن يتناقص في الشريين الدموية عند الانبساط بس. ليه? لانا لما بيمبسط القلب مفيش دم الراحلة الشرية. يبقى صفر. يبقى ضغط الدم اللي راحلة الشرية مفيش ضغط. فيش حاجة راحة. مفيش ضغط عدد. يبقى صفر عندي في الوضع ده. طيب كده? طيب. فبنقول عندنا يتمكس انت عند مقصات القلب. طيب واحدة القياس طبعا عارفين الجهاز بتاعنا بيستخدم زقبك فبنسميه ملي متر على زقبك. طبعا كده بندقى عند القياس شرف مطلوب ملي متر. والواحدة او المقياس المعيار اللي موجودة عندنا. ده بيستخدم في الزقبك فسميه ملي متر ايه? مزقبك. الجهاز نفسه ده هو جهاز الضغط. اه اللي يحصل عندي لو توقف تأسير ضغط دم على الشرية لو ما فيش دم طالع للشرية ما فيش دم يمشي في قلب الجسم. تمام? يعني ما فيش اي ضخ دم اي اعضاء. والتالي ممكن الشخص عندي يموت. عند ده المقياس بتاعنا زي ما احنا شايفين ده مقياس الالكتروني ده اسل مية عشرين على تمانين مية عشرين. ده اللي عرفنا له هو الضغط الانكباضي. انكباض البطينان. والتمانين ده الضغط الانبساط اللي هو انبساط عضلات القلب لكل. خلاص ركم يوضح كوة ضخ دم في الشرية عند انكباض يبقى انكباضي. عند انبساط يبقى الضغط الانبساطي. تمام? والمعدل الطبيعي بتاعنا مية وعشرين على تمانين زي ما احنا شايفين في المقياس بتاعنا. لو حد منكم عند اي سؤال يستطيع. انا ما عنديش. انا موانا ماندش. موانا ماندش. ها داندو.